الله يبحث يبدأ جيدا 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 انتاز بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بيكم في الحلقة 12 من سايكولوجيتة الزول السوداني مع الزول السوداني الجميل أو السادة محمد جمال الدين اليوم اللاربعاء 2 سبتمبر 2020 واليوم الحلقة بعنوان السودانيون بالخارج ودورهم في سلام وبناء السودان في فترة الانتقالية الوجود السوداني بأولندا مثالا حيث يقيم الأستاذ محمد جمال الدين ونظرة في منظمة سودان فورم كتجربة عملية كما منبر الباحثين السودانيين مثال آخر عام نرحبك أستاذ محمد جوال الدين وسعيدين جدا بالمواصرة بعد فترة الانقطاع أهلا 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 يا أخي دكتور أنور وتحية لشباب المعانا وافي وياسين سوري حيدر إبراهيم آسف جدا حيدر وكمان دائما تحية لشباب وشابات منبر الباحثين السودانيين هذه البادرة الرائعة الفيديو ما شغل الفيديو ما شغل أيوة لحظة لحظة طيب ستارت ما الفيديو أيوة كيدا كيف ممتاز ممتاز جميل جميل يعني كانوا الناس سامعيني ولا عيدت تحية برضو لا لا تسامعينك اتفضل جدا ده خبر جميل جدا وأنا سعيد بسمعكم لي يا أخي والله وسعيد بكم سعادة مفرطة بهذا المعنى لأنه أنا يعني يعني شنو وأنا لست بشي لكن اشتغلت سايكلوجية الزور السوداني وعرفتها لي عرفتهم يستحقوا المحبة ويستحقوا المجد وإنهم هم عظام حقيقة يعني ده موش كلام ساكن أنا أدعي أنني علمت بعد علم يعني بعد ما بعد ما يعني لاحظت وبحثت وعاينت وشفت على الأقل نفسي أنا محب جدا للشعب السوداني ومحب جدا للسودانيين أحطرم البشرية لكن هذا الشعب فعلا مميز طبعا هناك عيوب وهناك مناغص وهناك نواغص وهناك مشاكل كلنا عارفينها ما في داعي لذكرها لكن البيز بتاع الإنسان السوداني ده بيز عجينة عظيمة جدا جدا فوتحية طبعا لكل الحضور والناس اللي بيشاهدون في اللحظة أو الناس اللي بيجوا لقدام الليلة نحن هنتحدث عن موضوع برضو شائك وبرضو معقد جدا هنتحدث عن الوجود السوداني في الخارج والمساهمة تحته الممكنة في مسائل السلام والبناء في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة طبعا وقلنا يعني في النهاية كده هناخد هولندا كمثال هولندا يعني في النهاية مجرد مثال يعني شاني يكون عندنا عين نمسك بيدنا ما يكون بس مجرد كلام نظري وحناخد منظمة محددة هنا في هولندا هي سودان فورم هو كان كان لم يجد هو ما موجود الآن انتهى بانفصال الجنوب لأنه كان يضم منظمات معظم المنظمات التي في هولندا أو كلها كان في اتحاد اسمه سودان فورم 42 منظمة الفورم داعش حوالي 7-8 سنوات ينجز ويعمل وأهم شي حقق وحدة بتاعته دان وشعور بين الناس اللي لم يحقق الوحدة الجغرافية لكن وحدة الشعور ووحدة الوجدان هي الأهمة والأبغى ده هنتحدث عنه برضو وبرضو كمان هنشكر ونحاول نعمل ضوء على بادرة منبر الباحثين السودانين هذه البادرة الرائعة لازم نحاول يعني نعمل نعمل عليها شوية ضوء طيب نمشي للموضوع أولا الوجود السوداني في الخارج دي كلمة كبيرة جدا الوجود السوداني ده ذاته هو شنو بالزبط طبعا الناس غد تكون عندها علم لكن نحن داييرين نقول التفاصيل كمان إن السودانين الموجودين في الخارج هم ديل وين وطلعوا له ما كل السودانين طلعوا لسبب واحد ولا في وقت واحد في الحقيقة أول وجود في الخارج في عهد السودان الحديث ما من الحدث عن الماضي في الماضي السودان استقبل هجرات أكثر مما صدر في الحقيقة السودان كان عبر تاريخه هو باستقبل المهاجرين باستقبل المهاجرين من العمق الفرعوني والسودان نفسه في يوم من الأم فرعوني وهو منبع الفرعونية والكوشية وهما حاجة واحدة لكن استقبل هجرات من مصر قبل الميلاد واستقبل من الأغباط قبل الميلاد وثم بعد ذاك في زمن الدولة المسيحية قبط إيجب إيجب دي من كبط الأغباط يعني والأغباط بعد ذاك تحول إلى مسيحيين وديور الممالكة المسيحية كان برضو بيجو أغباط السودان والممالكة المسيحية نفسها كانت لغة الكنائس كانت اللغة الغبطية معظم الوقت السودان استقبل هجرات من الجزيرة العربية ومن جزيرة السيناء ومن اليمن السودان استقبل هجرات كسيفة جدا من الغرن الأفريقي من أسيوبيا والصومال وجيبوتي والآن في الوقت الحاضر أيريتيريا السودان استقبل هجرات من العمق الأفريقي الغربي اللي هو من مناطق نيجيريا والنيجر ومالي واستقبل هجرات من المغرب العربي ومن الأندلس واستغبى الهجرات بشكل مستمر في عهود الأندلس وبعد انهيار الأندلس وفي العهد الأخير المملوكي بانهيار مملكة المماليك العظيمة انهارة 1520 السودان استغبى آلاف المهاجرين المضطهدين من المماليك وهم أصلهم شركس وألبان وترك السودان استغبى الهجرات من الشام واستغبى الهجرات من اليونان واستغبى الهجرات من المجر واستغبى الهجرات من دول أخر عديدة من الهند السودان استغبى الهجرات عديدة بالمناسبة هذه مجرد لمحة كان عبر التاريخ هذه الأرض خصبة وواسعة وغنية وكان إنسانها مرحب لأنه كان عدد السكان شوية وكانت المستنقعات بالجفة كان السودان دائما فيه مساحات جديدة بتنبعث من الماء كانت مساحات الخرطوم ومناطق كثيرة في الجنوب والخرطوم ومناطق كثيرة في الجزيرة كانت غير صالحة للسكن كانت بتجف بشكل مستمر كانت بتستوعب مهاجرين بشكل مستمر ولذلك الإنسان السوداني مرحاب بالغريب له لأنه كان محتاج له كانوا فاتحين السودان جدودنا وبحكمة ما زي اللوتري الأمريكية في الوقت الحاضر والكندية كانوا محتاجين للناس ديل يعني بيجوهم دائما بيعملوا معاهم كعمالة في الزراعة وكعمالة في الصناعة بأشكال المختلفة والتعدين وبيجوهم برضو كمان بأدوات جديدة وبيعلم برضو جديد ذي الفقه سواء كان الفقه المسيحي أو الفقه الصوفي أو الفقه الإسلامي هذا أيضا يحدث وجميع الجماعات الجات للسودان أضافت لإقتصاد السودان وأضافت لثقافة السودان وأضافت لتركيبة السكان وأضافت للتركيبة الديمغرافية السكانية للسودان لكن المرضي نحن نتحدث عن الوجود السوداني في الخارج كيف حدث هذا أنه نحن عندنا وجود بيقى في الخارج لماذا؟ ليه ثلاثة أسباب السبب الأول رغم ون هو كان الجفاف والتصحر الضرب مناطق شمال السودان وتحديدا مناطق الحلفاويين والمحس والسكوت وكمان برضو أخيرا بسبب برضو السد العالي فأول هجرة حصلت كسيفة في تاريخ السودان الحديث وربما في تاريخ السودان على وجه الإطلاق حدثت كان هي هجرة أعداد كبيرة جدا من نهن النوبيين إلى مصر حيث يشكل هناك الجالية ما يسمى بالجالية السودانية في مصر ثم بعد ذلك بعد حين من الدهر حينما انبعث البترول خيرا في مناطق الخليج العربية في المملكة العربية السعودية وفي سلطنة عمان وفي الإمارات العربية المتحدة وفي قطر وفي الكويت وفي البحرين هاجرت أعداد كبيرة جدا من السودانيين في البداية بالذات الكفاءات كانت كفاءات لتعمل في مجال الهندسة البترولية ولتعمل في مجال التعليم ولتعمل في مجال السلك والاتصالات ولتعمل في مجالات مختلفة ثم تتارت الهجرة لأسباب عديدة يعني بعد ذلك بيقول بمشو ناس عمال عاديين في المستقبل التالي للهجرة الكبيرة البدت في بداية السبعينات بول سنة 1971 واستمرت بشكل كسي فجرت كفاءات إلى هذه المناطق البترولية والتي استقبلت السودانين بحفاوة لما عرف به من كرم وأمانة هكذا يعني نحن بنسمع وهذه حقيقة ومقدرتهم على أداة العمل والمساهمة الإيجابية في المجتمعات وهم أفادوا واستفادوا دي الهجرة اللولة بتاعة هن النوبيين كانت هجرة لكن دي اختراب للسعودية يعني ديك هجرة أبدية خلاص ديك مشوا خلاص إن عزلوا تماما كانت هجرة بحيث إنهم هم مش مشوا عشان يختربوا ثلاثة وسبع وعشر سنة بس وي راجعين لا this is forever forever وتحية لهم ونحن دايما هم بنحترم هن النوبيين وجميع الجالية الموجودة في مصر وتحية من هنا للشعب المصري ولهن هناك ونرجع إلى أنه أناسي بعدت في الهجرات وأسبابها أنه الهجرة اللولة النوبية كانت هجرة بما أنه هجرة immigration يعني مش كان اختراب الاختراب دا الحصل لدول الخليج وأنه الناس بتمشي هناك بتشتغل وتعمل يعني تبيع جهدها وبعد ذاك بتجي ترجع السودان والصورة بتاعت المقترب معروفة بعد ذاك الحصل في الحقيقة حصلت حاجة جديدة بعد مجيء نظام الإنغاز حصلت هجرتين المرضي هجرة داخلية اسمها نزوح إنه في جماعات نزحت من أرضها بسبب الصراعات هذه الجماعات موجودة في الجنوب وجبال النوب وفي النيل الأزرق وفي البحر الأحمر وموجودة طبعا مؤكد في دارفور بنعرف لغاية السعر في مراكز وملاجئ للنازحين دي هجرة داخلية لكن أيضا حدست هجرة خارجية الأسباب الأولى بتاعتها السياسية ثم بعد ذاك طبعا اقتصادية لأن الاختصاد برضو مربوط بالسياسة وبالمعيشة وبالناس الفصلون من الخدمة المدنية آلاف الآلاف مئات الآلاف ومن مؤسسات الدولة كلها إنكلودين المؤسسة العسكرية فهاجرت هذه الكفاءات المرضي ليس إلى مصر وليس إلى دول الخليج بعضها فعل لكن هاجر أول هجرة في تاريخ السودان الحديث تحدث هجرة كسيفة جدا إلى دول غربية قبل ده ما فيها ولا السوداني زي هولندا أو فيها ثلاثة أربع سودانين جوا لأسباب قديمة غير معلومة أو لأسباب يعني كانت كانت أسباب فردية يعني ثلاثة أربع أفراد ده بيحصل في العالم كله لكن لأول مرة في تاريخ دولة زي هولندا التي هي بعيدة من السودان جغرافيا وبعيدة من السودان في المعاملات التجارية والاقتصادية والسغافية نحن ما عندنا استعمار هولندي ولا عندنا علاقات في الماضي السحيق الماضي السحيق ما بعني العلاقات الصغيرة والكويسة بتاعة مثلا الدراسات والكلام الزي دلاء شكرا لهولندا ده فعلا عملته هولندا في سبعين سنة الفاتحة لكن أنا بعني في الماضي السحيق ما في أي حاجة مع هولندا لكن الآن حصل حاجة عجيبة جدا منذ العام 1995-1996 لغاية الآن في سبعة تمانية آلاف سودان في هولندا هذا لم يحدث في التاريخ ولا مرة واحدة كذلك فرنسا كذلك ألمانيا كان في شزارات صغيرة من الناس لكن هجرة ما في لألمانيا هجرة ما في لفرنسا بريطانيا فيها وجود قديم عنده علاقة بالاستعمار الإنجليزي لكن أيضا حدثت هجرة جديدة إلى بريطانيا عبر السنابك وعبر البحر وعبر طرق عديدة هذا كان ما بيحدث في الماضي الناس الجو في الماضي كانوا جولا أنهم كانوا شغالين في أقطان السودان حيث كانت زهب الأبيض وكان جوش أن يعملوا شركات أو تدرسوا وقعدوا أو تزوجوا نساء إنجليزيات لكن أن تحدث هجرة بالسنابك وباللواري الناس يركبوا في مكانة اللوري تحت في عامود اللوري عشان يصلوا هناك ويدخلوا الباخرة أحداث هجرة مختلفة حاجة غريبة لأول مرة تحدث أنا بتحدث عن الوجود السوداني بر حدث كيف والأسباب شنو طبعا طبعا بريطانيا فيها وجود قديم لكن هذا الوجود تكثف بعد نظام الإنغاز والحروب وشنو كمان الاضطهاد السياسي الحصل للناس وانسداد الأفق الحصل في الفترة بتاعت التلاتين سنة الأخيرة دي فحصلت هجرات أيضا إلى أمريكا عبر طرق عديدة وحصلت هجرات سودانين موجودين في أستراليا لأول مرة في التاريخ تطع أقدام سودان أستراليا ما في كان ولا بشر واحد في أستراليا في الماضي لن تجد هجرات واسعة لأول مرة تحدث لأول مرة تحدث ومعظمة ليس لأسباب اقتصادية لأن السودان دائما كان ومازال في أراضي واسعة وفي ريسورس كافية وفي موية كافية لكن لأسباب سياسية ولأسباب إدارية ولأسباب انسداد الأفغ وعدم خلق الصيغة للعيش السلمي المشترك مرضية لشعوب السودان لذلك هناك صراعات صراعات مسلحة بنا عرف صراع مسلح بدأ في جنوب السودان خمسين سنة استمر لحد ما انتهى بانفصال الجنوب صراع سياسي في النين الأزرق ما زال غائما والحمد لله عندنا اتفاقية سلام يوم الاثنين الماضي نتمنى ونأمل ونحب أن تتواصل ويجب أن نعمل لذلك كذلك طبعا دارفور وكذلك جبال النوبة وكذلك الشمال الأخصى وكذلك الشرق في معاناة والخرطوم نفسها والمدن الكبيرة كان في صراعات ومعاناة ومآسي ومظاهرات واغتيالات بالرصاص وضرب بالصياط وكان في عنف 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 هذا العنف طبعا عمل شنو أحبط المشاريع الاقتصادية وأحبط الأفغ السياسي وأحبط الإنسان السوداني وأحبط نفسيات الإنسان السوداني لذلك بيقى أي زول داير يطلع الأعمى شايلة المكسر دايرين أي زول داير يطلع من السودان تلك هي الغضية إذا حدث وجود كثيف إضافة إلى الجالية اللي أنا قلت في مصر للأسباب المحددة وإضافة إلى الوجود المقترب في الخليج حدثت هجرة جديدة وتكثفت هجرة الاقتراب نفسها وتكثفت برضو هجرة السودانين إلى مصر أيام العنف وأيام الإضطهاد السياسي في عنف العنفوان الإنغاز عندما جاءت تحديداً في الفترة من 1989 إلى 2000 دي كانت فترة صعبة جداً في تاريخ السودان الحديث فأسي أنا اتحدثت باختضاب يعني عن الأسباب الوجود السوداني في الخارج وأصبح هذا واغع وإنه زي ما المقتربين بقدموا مساهمات مادية وبقدموا يعني شنو وبقدموا للاقتصاد السوداني لكل جي أم بي بتاع السودان الدخل الغومي مساهمة ضخمة جداً قد تغدر بـ 25-30% وكتر للاقتصاد السوداني فالجاليات برضو المشت وهم أيضاً سفراء لبلدنا في هذه البلدان التي نحترم يعني في الخليج كذلك السودانيين المشوا إلى بريطانيا والمشوا إلى هولندا والمشوا إلى ألمانيا والمشوا إلى فرنسا والمشوا إلى أمريكا والمشوا إلى كندا والمشوا إلى استراليا وeverywhere ديل برضو قدموا مساهمات مادية شوية لكن قدموا برضو تأهلوا وعندهم خبرات وبرضو كمان هم قدروا يعملوا حاجة خطيرة ومهمة جدا جدا إبراز غضية الشعب السوداني وصغافة الشعب السوداني للقرب لأول مرة لأول مرة إنه تطلع مظاهرات في هولندا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي كندا وفي أمريكا وفي أستراليا وإبريوير تتحدث عن القضية السودانية وتتحدث عن وهناك مناشط توري الثقافة السودانية وتوري ثقافات وفولكلور شعوب السودان دي قبل إذا ما حصلت كمان برضو في اللوبي يعني السودانيين استطاعوا برضو في حتات كثيرة لسه طبعا هي يعني الجاليات السودانية متوتطت حتى ما بنقدر في الغرب نسميها جاليات لأن الجالية دي مثلا الجالية في مصر جالية لكن عشان كده أنا فوق في العنوان لو تلاحظوا يا أصدغاي ما قلت الجالية السودانية ولا قلت الجاليات السودانية في الخارج إنما قلت الوجود السوداني لأنه كلمة جالية في الأنثوربولوجيا مثلا نحن هنا في هولندا لا نستطيع أن نسمي نفسنا جالية لأن الجالية دي عندها كارستريستيكس مميزات محددة بتتميز بها لستستطيع أن تقول هنا في هولندا الجالية المغربية والجالية التركية والجالية الأرمانية لكن السودانيين ما استطاعوا لغاية الساعة دح أشرفوا بعد شوية ما استطاعوا لغاية الساعة الزمن ما كفاية عشان هما يتأسسوا في شكل جالي عندها مميزات نحن لغاية الساعة منغسمين داخل هولندا زاتا لجهات نجينا منا ولشعوب نجينا منهم المحترمة جبال النوب عندها تضامن ابناء جبال النوب ودارفور العظيم عندها كم حاجة دارفور وناس الشري عندهم هنا برضو بجريليف مثلا منظمة البية ومؤتمر البية النوبيين عندهم النادي النوبي بالتالي تستطيع تتكلم عن شعوب شعوبيات مش جالية جالية الجالية بس في مصر تستطيع أن تقول في جالية عندها كاريسترستيك ومميزاتها وطريقتها في الكلام وطريقتها في الأكل وطريقتها في الطعام وعندها مظهرة وإن الجالية المصري بتعرفه ده جالية مصر لكن إذا جاكزو الهولندي زاركم في قطر أو الإمارات أو السعودية أو زاركم في مصر أو جال سودان بتعرف ما بتفهم ده جاي من وين في الحقيقة لأنه ما عنده كاريسترستيك هنا الجالية المغربية ليه؟ المغاربة الموجودين في هولندا بتكلموا بي لغة محددة وبتصربوا بي لغة محددة وعندهم مطاعم وعندهم أكلهم وعندهم حتى النجف في البيوت في هولندا ومجيلة الثالث لكن النجف بتاع البيت بيجيبوا من المغرب والفرش بتاع البيت بيجيبوا من المغرب وفي نفس اللحظة عاملوا اقتصادهم الخارج الاقتصاد الكلي ولكن يضيف للضرائب ويضيف للبلد يعني تنوع هولندا بتقبل التنوع مدام إنت بتستفيد لكن الساعة أنا بشرح في أنه نحنا لا نستطيع أن نقول أنه نحنا جالية هذا وبعد ذاك في حاجة خطيرة ومهمة جدا لازم ننتبه لي أنا قلت بعد أنا ما تكلمت عن الوجود السوداني في الخارج إنه عنواننا فوق فيه وأنا حاضرب مثال بهولندا وحاضرب مثال بمنظمة محددة عشان نحنا نكون عمليين لكن قبل ذلك حاجة مهمة جدا جدا إنه في الحقيقة نحنا في هولندا عددنا دائما في خلال الخمستاشر سنة للعشرين سنة الفاتت دي بتراوح بين خمسة آلاف لسبعة آلاف ده طبعا الرغم كبير بيبدو شوية لكن الرغم كبير إذا إنت فيهمت بأن هولندا بس قبل ثلاثين أربعين سنة صنفها ثلاثة أربعة سودانين إبقى ده حاجة ده ضخم ده كلام ده عدد كبير خالص خالص ونحنا قلنا الأسباب وقلنا إنه السودانين مساهمة كبيرة كويسة خالص في هولندا وكانوا بشكل مستمر ناشطين في مجال السياسة وناشطين في مجال المجتمع المدني وناشطين في البلديات الهولندية وناشطين مع المؤسسات الهولندية وبساهم في القضية السودانية بشكل مستمر لأنهم هم كمان يعني ما زي الدول الاختراب الناس اللي عندهم كان هجرتهم لأهداف نحنا منحطرهم وناشطين طلبة نحنا نحطرهم لبلدات مختلفة إنما الوجود السوداني في الأساس قائم على اللجوء يعني النازجة اللاجئين وبعد ذلك اللاجئين جابوا أولادهم أو جابوا نسوانهم هكذا زاد العدد وإنه في النهاية قلنا اللجوء يعني لو كان اقتصادي أو كان اجتماعي أو كان عقائدي هو كل حق ونحنا هنا المرضي ما بنتحدث عنه هل جنوي ولا لا إنما المعظم الوجود السوداني في هولندا قائم على حق اللجوء السياسي وبالتالي إذن الناس ما ناسين قضيتهم ويشتغلوا في السورة وقبل السورة بيشتغلوا ولكن الحاجة المهمة الدائرة قول ليس هولدة وحدها بل الوجود السوداني في الخارج كل حامل معاه محمولات الشعوبية السودانية والثقافات المحلية وهموم المناطقية والجهوية وهموم الحزبية والسياسية والأيدولوجية لذلك فيه تنوع كسيف جدا بنشوفه في أي حتة في أي حتة حتى المختاربين طبعا عندهم التنوع ده والجاليات الوجود الموجود كله في أمريكا وفي كندا وطبعا مؤكد عندنا هنا في بريطانيا والصراعات السياسية والصراعات بأشكال مختلفة وطبعا الحب والجمال والعمل المشترك لكن الصراعات أظهر شيء لأن الصراعات دي برضو بتوري أنه نحن جايين من جهات محددة ومن شعوب محددة ومن مناطقيات محددة مرات كثيرة جدا الناس بتعمل حاجة مهمة جدا بتجتمع على أساس مناطقية المناطق الجايين مننا الجهات الجايين مننا لأنهم يعرفوا كده ولأنهم إذن عندهم حاجة سبيسيفيك ملموسة ممكن يقدمها لمسلا منطقة الدبيبة منطقة بورسودان منطقة المحس والسكوت عندهم نخل بحرق نحن من اجتمع الجماعة لأنهم عندنا قضية ملموسة جبال النوبة مناطق كثيرة في دارفور النيل الأزرق الجنوب قبل ما ينفصل أنا كنت شغال في السودان سودان فورم سبع سنوات وكان ال42 منظمة سودانية فيها 12-13-14 منظمة جنوبية يعني كنا مع بعض لشكي كنا بقول لكم السودان فورم كان بادرة لم تحدث في العالم ولا في السودان ذاته حصلت دي بادرة خطيرة ومهمة جدا بغض النظر عن القدمة دي بادرة وحدت شعوب السودان وطوائف السودان وأجدالوجيات السودان وتشققات السودان السياسية كلها في كتلة واحدة لأول مرة والبادرة دي انتهت طبعا بانفصال الجنوب وكانت مشرقة جدا وأدت عمل جبر فهسا أنا دا يقول بحكي لكم بعد شوية وفي زمن وفي صبر صبرتوا يعني معاي إنه هسا أنا بقول إنه الوجود السوداني جاب بجا كله الحنازي جو بكل محمولاتهم شالوا كل محمولاتهم معهم الحاجات الكويسة والحاجات البطالة كلها شالوها والسعانة طبعا نحن هنا المرة دي بنتحدث عن حاجة خطيرة ومهمة جدا اللي هي المساهمة كيف تتقدم المساهمة دي ذاته فيها صراع فيها صراع يعني دكتورانور كده أنا لاحظت حاجة في الفيديو شايفني؟ يعني أنا ساهمني بس جريد 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 المساهمة دي طبعا يعني هي مساهمة بتشبه السوداني وبتشبه تركيبتنا المعقدة اللي قلت هذه إنه السودانين بيعملوا في كل مكان لكن برضو كمان لازم نراعي ونحترم التنوع اللي أنا قلت دا الشعوب والمناطغ والصراعات القاعدين نشوف دي يعني مرات صراعات عملية غير طبعا هناك صراعات مفتعلة ومصطنعة وصراعات بتعمل السياسة والأحزاب السياسية في تدخلاتها في المجتمع المدني وفي الوجود السوداني في كل مكان وبيكون معظمة شخصية ومشخصنة وصراعات لحرق الشخصية وصراعات الناس مع بعضهما البعض وصراعات النفسيات وصراعات الفشل والإحباط دا كله بتحول إلى فعل اجتماعي داخل الوجود السوداني أو الجاليات دي سميها مجازاً الجاليات الخارجية دي نسميها مجازاً طيبة الجاليات لأنه كلمة مريحة للناس وبفهمها سرع لكن أنا قلت أنه فجداً يكون هناك جالية بالمعنى العلمي للكلمة نقوله بالمعنى المجازي نسميها الجالية السودانية في هولندا مثلاً في بريطانيا في كتاب مع أنه دا ما صحيح لأنه حتى في هولندا زادته في خمسة جاليات خمسة جاليات يعني أنا لما كنت في سودان فورم كان في خمسة جاليات يبقى في التالي مؤكد إنت لما تحدث عن جالية فالحقيقة دي جاليات ما جالي فالحقيقة دي شعوب قلنا يصلاً بتعبر عن التنوع يعني التمصهر بتاع المنظمات السودانية اللي بقوم على أساس إثني وعلى أساس يعني عرقي وجهوي ومناطقي وجندري برضو المرأة عندها غطايا لكن غطايا المرأة نفسها في الحقيقة بتقوم على أسس الانقسامات دي نفسها يعني ما في رابطة نسوية مثلاً في هولندا ودي أنا أقول لكم على إحسابي بتجمع كل النساء أو على الأقل ما استطاعت إلا تكون النساء دي ليكونوا مثلاً ديمغراطياء تصبح عندهم جزور محدد أو نساء منطقة محددة مثلاً الجنوبيات من جطاع محدد كان عندهم حتى ما بتنسل الجنوب كله وده ما عيب بس أنا ما بحكى عن عيب أنا بقول إنه طبيعة الوجود السوداني في هولندا وفي كل مكان يعني نحن شايلين محمولاتنا كلها لذلك لازم نعايل لها الحلم بتاع إنه نحن لازم نتوحد دما ممكن إلا أنت تتوحد ككيانات بعد الكيانات ما تتأسس حتى تعمل وحدة لكن كده تقول إنه نعمل جالي للسودانيين في السعودية دم ما ممكن إلا جالي تكون رسمياً طرعا السفارة السودانية إنه اللي بيتقدم خدمات محددة عند علاقة بالزواج والميلاد وقيودين بيكون غالباً غصرية يعني بالقوة تمت يعني أو تمت بوفاك يعني شنو أنا ما بشي بس أنا بحاول أوريكم منه التنوع ونرضى بواقعنا أو تمت بوفاق جزئي يعني ما كلي وما حقيقي لكن برضو بيتقدم خدمات حقيقية من المحتمل ما مشكلة حتى النظمة الدكتاتورية بتقدم خدمات مرات حقيقية لشعوبه بتقدم رفاهية برضو صح فالبقوله بإنه إبقى إنه نحن في سودان فورم البادر بتاعة السودان فورم لأنه نقولت حاخده مثال البادر بتاعة السودان فورم العظم بتاعته إنه هي وحدة الكيانات ما قالت بتوحيد الأفراد لأنه ده مستحيد ما ممكن توحد ناس أصلا هم متحاربين والحرب القائمة في السودان ليست الحرب يعني بس بالسلاح والسكين والسيف لا هي حرب سغافات اتكلمنا فيها المرة الفاتت وحرب في نون وحرب في الفلور وحرب نغابات مهنية وحرب بين الريف والمدينة وحرب بين البنيات المدنية والبنيات الطائفية وحرب بين البنيات المدنية والبنيات الشعوبية السودة حرب 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 يعني صراع نزاعات أنا بعني وعدم رضا وتفتت طبعا والشغاغات وطبعا مؤكد في المرات الالتحام في محبة وفي وود وفي كل شيء لكن الصراع ظاهر جدا ونحن كلنا شايفين الصراع الداية في السودان الصراع ده ليس من العدم في الحقيقة نحن اتكلمنا عنه المرة الفاتت وتكلمنا عن خطوط الصراع في الحلقة الفاتت وتكلمنا عن نظرات الهامش والمركز وتكلمنا عن الدولة التي نريد ما هنعيد الكلام الناس الدائرين يفهم أنا بقول في شنو لطفا أمشوا مثلا نحن دي الحلقة رغم 12 من ساكولوجية الزول السوداني والليل موضوعنا واضح لكن أمشوا الحلقات التانية حتشوفوا ماذا يحدث في الحتة دي في حاجة مهمة جدا نحف في النصة شرحها واتمنى إنه بعد ذاك هارجع للموضوع ما أعمل لكم انطرفشا لكن مهمة جدا جدا إنه الوجود البر بتأسس كيف يعني عمليا قاعد يتأسس كيف رسميا رسميا هنا مثلا في هولندا لأنه قد أخذ هولندا مثال عندنا حاجتين لأنك تسجل منظمة طريقتين لأنك تسجل منظمة إما إنك تسجل حاجة اسمها استخدام ودي باللغة الإنجليزية اسمها فاونديشن وباللغة العربية رابطة ودينا حاش رحها ايشنو بالضبط أو تسجيله فرينيخين ودي باللغة الإنجليزية اسمها السوسييشن وباللغة العربية اسمها اكتحات أو نغابة بالضبط كده اتنين هما بس بعد ذلك شركات وبزنس داك موضوع تاني وسوق داك موضوع تاني وأحزاب سياسية داك موضوع تاني فالبحصل بأنه الاستخدام اللي هو الفاونديشن اللي هو الرابطة دي بتقوم على حاجة مهمة جدا الهدف النبيل دازم يكون عندها هدف نبيل أما الفرينيخين اللي هو السوسيشن اللي هو الاتحاد والنغابة دي بتقوم على المصلحة المجردة لأعضاء دي نقطة مهمة جدا عشان بعد ذلك حتى في السودان نحن نفرز الفرزي داك حاجة خطيرة ومهمة جدا عشان كده إنه الاستخدام أو الاسسوسيشن بالانجليزي أو الرابطة اللي بتقوم على الهدف النبيل غالبا في الغالب الأعام هي غير دموقراطية وما في عيبينة هاشرحوا لكم يعني هي منظمة بأسسوا أعضاءه بس هم بيعملوا كل شيء ويجوا كل الناس يعملوا معاهم لكن هم البغرروا بس براهم والمينمم يكونوا ثلاثة ناس والماكسيمم سبعة المسجلين رسميا اللي بيحصل الفرق شنو إنه ديك لازم تكون لك انديموقراطية الفرينيخين ليه لأنه الفرينيخين بيقوم على المصلحة المجردة يعني تدارت عمل اتحاد طلاب جامة خرطوم اتحاد طلاب جامة مستردام دي مصلحة ما في هنا هدف نبيل في مصلحة مجرد أن الطلاب دي لعندهم بطاقاتهم مفترض تطلع وسفرتهم تعتلقل تتعامل كويس و وحاجاتهم يعني وجدول الدراسي بتاعهم يعني الاتحاد يضغط في أن كل حاجة تطلب تبقى كويس لذلك في انتخابات ويشوفوا جامة خرطوم والجامعات الصراعات التي تحصل في الانتخابات وهكذا النغابات يعني بيشوف تجمع المهنيين والانشغاغ الحصل فيه والصراعات البدور لأن هذه اتحادات أو نغابات أو تنظيمات قايمة على المصلحة المشتركة المصلحة المشتركة لأعضاء مما تقول تأسس جالي دي طوال ما قايم على هدف نبيل حيث سأعليكم الهدف النبيل لاش نقوم بعد شوي إنه في الحقيقة الاتحاد أو النغابة أو المنظمة يعني الاسوسييشن دي بتقوم على المصلحة المشتركة لازم تكون ديمقراطية ولازم تمثل أعضاء ولكن أعضاء بس المسجين على الورد يعني ما مفترض بتدعي شيء آخر ودي قلنا لازم تكون ديمقراطية أما الهدف النبيل أقول لكم كيف ليه ما فيه ديمقراطية يعني السيسي منها بقول كده بالمناسبة إنك تتسجل ما فيه ديمقر ليه لأنه الهدف النبيل لذول اجتمع ذول واحد آمن بينه الحيتان في البحر بتموت هو مؤمن بينه الحيتان مفترض ما تموت إنغاز الحيتان دي ما فيه مصلحة مشتركة ذول ممكنش يخوض البحر وإنه عشان ينغز الحيتان وذاته يموت ده عشان تسمه الهدف النبيل تعمل منظمة لأنه الحمير والطيور ده فعلاً قاعد تحصل فيه منظمة هنا في هولندا بتساعد فيه إنه الحمير بنتهكوها انتهاكات فزة في أفريغيا وفي الهندي وفي مناطق محددة وبجيبوها ليك يعني ظهر الحمار كيف يعني مدبر ومعور وعيونه تدمع يعني حيات دامية جداً فيه منظمة هنا لأنه هو يوجف الحاجة ده حاجة ناس محددين إيه تدل وفي منظمات للطيور وفي منظمات لأن حقوق الإنسان نفسها حتى مثلاً حاجة زي حاجة زي أكبر منظمة في هولندا هي غير استخدام اسمها اوكسوفام اوكسوفام نفط منظمة مهمة جداً أنا تعاونت معها سنوات عديدة دي برضو استخدام ما ديمقراطية ليه لأنه هدفة محاربة الفقر في العالم التالي إنت دارت حارف فقر فيجوا ناس يقالوا لك فارتقال ما مش فارتقال أن ده إيمان بهدف إيمان بأنك دارت تنقذ الحيتان أنت ومعاك ثلاثة سبعة ناس وبعد ذا ممكن تتبقوا مليون لكن داخل بغرروا الثلاثة والسبعة المسجلين ليه دال سجلوا الهدف النبيل وآمنوا به ممكن يعملوا نظم أخرى طبعاً داخل السيستيم الكبير بتاعهم ده لكن المنظمة نفسها ده هدف نبيل عنده علاقة بالإيمان إنت تؤمن تالي ما في ذلك ما في ذلك يقدر يحل إلا أعضاء ليه إلا الهدف النبيل ده المهم بتاعته تنتهي نحن أنغزنا الحيتان وأنغزنا الطيور وأنغزنا الحيوانات التي يعني تعاني وأنغزنا الإنسان وأعطيناه حرية طبعاً ده مستحيل لكن قد ذلك بقول لك يعني بشكل مجازي إنه الهدف النبيل ده يعني يعني الشكل الأول من المنظمات ده قائم على الهدف النبيل لذلك لما أنا كن في اجتماع كده يعني وأقعد أقول لهم أنا يا أخي من استخدام أنصن كنت في استخدام نيو سودان وقال طوال الناس بعينوا لي كده وتزيق أخويا دول يعني ده طوالي فخر إنك إنت عندك هدف نبيل ما هو هدفك النبيل ما زي لما تقول أنا يا أخي بتاع اتحاد ولا في زول بسألك اتحاد نغابة ده ده ما معروف تدير تعمل شنو معروف لأعضاء النغابة تجمع المهنين على سبيل المثال نغابة العمال اتحاد مشروع الجزيرة ما في زول بسألك هدفك النبيل شنو ده مصلحة مشترك نغابة المعلمين نصلا ما في هدف مصلحة مشتركة اتحاد جامعة خرطوم مصلحة مشتركة ما في هدف نبيل هنا في مصلحة مشتركة دي أشكال أنا ده بيختصار شريك جدا طبعا نسي بقول دي أشكال المنظمات في هولندا وأنا من المحتمل ما بعرف الغوانين السودانية ما راجحتها لسه من المحتمل أنه يكون برضو قدار ولكن هذا للوضوح يعني إنه الجاليات لما تقول الجالي مش سيجولة طوالة مصلحة مشتركة ما يمتحدد ليه أنا مصلحة المشتركة شنو معاك شنو أنا ينضم لك ودفع لك اشتراك ويشتغل معاك لما تقول هدف نبيل ديك بتاعت الهدف النبيل لازم يتطير قول لي هدف النبيل شنو تشرح لي تغني عني أنا بعد ذلك بيضح معاك يا دفعت قروش يا جيت حاربت معاك يا جيت موت معاك تلك يا الغضية ده شرح اللي ما يحدث هنا إنه الصراعات برضو في هولندا بتاعة المنظمات وانسي حامش لي سودان فورم لما نحنا أسسنا في سودان فورم عملنا فرينيخين يعني شنو النوع التاني الديمغراطي وأسسنا سنة 2005 وكان في كل المنظمات السودانية في هولندا بالإجمع كله كله ما في منظمة بره إلا أنا لا أعلم ما في وليه لأنه السودان فورم دايت أسس سنة 2005 وكانت رعياء أقصف المنظمة ذات الهدف النبي اللي نقول تعليقكم جبال ديك وأكبر المنظمات الهولندية الدونرس في هولندا من أكبر الدونرس في هولندا وعندهم أكبر منحة بتصليهم سنويا من وزارة الخارجية الهولندية وعندهم زي 3 مليون عضو في هولندا وطبعا المنظمة أصلا كبيرة وعالمية المنظمة دي هي كانت رعت الفكرة بتاعتنا في أن دايرين نتوحد الفكرة بدأ سنة 2002 وتعسرت لحد 2005 قدر ما حاولنا فشلنا يجي السودانين يا التمع يا عقود يقول وهداف النبي للسودان وجاليات السوال المصالح المشتركة كلها تضاربت مع بعض أخص فامنوفي بسنة بداية 2005 قالت لنا نحن خلاص يعني البروست دا وقفنا لأن السودان الوقت دا كان إشو كبير جدا وكان في صراع الشمال والجنوب وكان بدأ صراع دارفور وكان في صراع في الشرق وبالتالي كان كان العالم مهتم جدا بالسودان ووزارة الخارجية الهولندية ووزارة التعاون الدولي الهولندية كانوا مهتمين جدا بالسودان وما زالوا طبعا لكن الوقت كان في أفق بالتالي كان في رعاية لسودان فورم في بداياته وأستطعنا لكن بعد أكسف أمنوفي بما مشت نحن استطعنا كسودانيين نلقى فورميلة عظيمة جدا وعملنا سودان فورم وكان الرئيس بتاعه صديقنا العزيز له التحية والمحبة والاحترام وهو مريض الآن ربنا يشفاه دين بالرأي وهو الآن من الجزء الآخر بقى نحن طبعا سنبعد لكن فصند مثلا 2011 طبعا للأسر لكن هذه أقدار حدست ونحن نحترم استغلال الجنوب ونحترم يعني شنو بتاع شعب الجنوب وأسه نحن ماشيين على تصالح وسلام أعظم وإنه أنا سمعت بأن كوستي حتبقى منطقة حرة بين جنوب والشماء الدولتين يعني المهم أنا اللي بقوله أنه دين برج بيقى في الفورم الذي هو الرئيس بانتخابات شرعية وأنا كنت نائب الرئيس مع ليش يعني أنا برضو بالصدفة أنا من المؤسسين للمنظمة دي يعني عشان كده نبحث إليكم عن التجربة وبعد ذاك السكرتير العام كان سانتو لويس دين بعد ذاك سيبقى تاني هو الرئيس دائما كان الرئيس بصدفة تاريخية جميلة لشباب أكفاء وعندهم مقديرات هائلة جدا وعندهم تسامع كبير جدا من جنوب السودان كان قلت الأول كان دين برج وصديقي العزيز بعد ذاك سانتو لويس دين أنا كنت بشكل مستمر تشرفت وشكرا لأهلي إنه شرفوني دائما نكون أنا نائب للرئيس وطبعا حدثت صرعات وطرعف ونكاة دورن البروصس يعني عملية نصنع أخذت ثلاثة سنة أخذت ثلاثة سنة من النغاشات والجدل ما كل الناص رضيانين طبعا لأنه مستحيل من التنوع الشعوب والأهداف بتاعت المنظمات لأنه الفورم مكوّم من 42 منظمات اسمه سودان فورم مكوّم من 42 منظمات يبقى المنظمات ده ذات أهداف مختلفة والمناطق اللي بتشتغل فيها مختلفة والناس اللي فيها مختلفين وفي منظمات ميتة وأخرى حية وفي منظمات شكلية وفي منظمات حقيقية يعني علينا أن أنت أن تدير التنوع بتاع السودان كله قاعد قدامك في مكتب واحد وأنا كنت بدير المكتب ده لمدة السبعة سنوات فدي كانت أنت علمت من تجربة أعظم تجربة في حياتي لما تعلم شكرا لأهلي وشكرا لسودان فورم وشكرا ومحبة للناس اللي أنا دفعوني دفعا لأكون يعني في الحتة دي أنت علمت من تجربة لما تعلم في جامعة خرطوم ولم أتعلم في حياتي ولم أتعلم في المدارس ولم أتعلم في أي حتة غير الحتة دي دي من خلال أنا جبت سايكولوجية الزول السودان وجبت البحث وجبت على المجتمع المدني والدولة وجبت سكان السودان عبر القرون وجبت اللغة العربية كيف سادت في السودان وجبت شنو بحث الحقيبة حقيبة الفن وجبت الكلام العجيب اللي بقول لكم في ده كله لأنه كانت تيروبة تيروبة جميلة جمال غير طبيعي وكانت غاسية بشكل غير طبيعي برضو وممكن في الختام يعني تذكروني هحكي لكم طرايف ونكاة حصلت لي في حاجات متعبة متعبة يعني مرات خمسطاش شهر ما بنوم والله العظيم وبعد ذاك طبعا محبة واحترام وكل شيء وده بيحصل لكل الناس ما بقول لكم السعنة بحكي لكم عن بطول وبطل الأبطال وأمامكم الزعيم المضحي ليس كذلك طبعا لا أنا دار أقول لكم هناك تجربة نستطيع أن نحكي عنها ونتعلم منها بشفافية وبصدق مع النفس تلك يا الغضية ماذا يحدث هنا إذن في هذا الموضوع العجيب لكن هسا نحن حدثنا عن المنظمات عن إيه عن المنظمات الوجود السوداني طبعا في الخارج هو ليس نحن قلنا الخارج فوق جبيل واخدنا هولندا ميزال هو ليس بس منظمات الملتمع المدنية والحزاب السياسية أو الحراقة في الاتجاه بس بتعلم يعني بس يعني الحراكة الزيدة إنما هناك اللوبي عن Advocacy هناك الاجتماعات القاعدة التم على المنظمات الكبيرة وهناك الاجتماعات التي تتم على البرلمان وهناك البرلمانات مش في هولندا بس لكن هناك الشباب شغالين والشابات في أمريكا في كندا في أستراليا في بريطانيا في ألمانيا في فرنسا في كل مكان في النمسا طبعا كل مكان وتحييي لناسا النمسا ما أنساهم ناسا النمسا دي الأول مرة دعوني سنة 2002 لندوها هناك تحية لهم يا أخي كان أخونا الحارس الحاج والشابة الرائعة جدا طبعا إشراغا مصطفى لهم التحية على سبيل المثال أنا جزلك أناك بين نسيت النمسا برضا فيها وجود وفاعل وفي ناس بيعملوا في ناس بيعملوا وبيقدموا الثغافة السودانية وبيقدموا الوعي السوداني وبيقدموا شنو بيقدموا فكرة للسياسيين الموجودين في أوروبا كلها لأنهم يساندوا السلام والتنمية في السودان باعتبار السودان ده زي ما هو جزء من الأغليم جزء من العالم ونحن نتأثر بالعالم ونؤثر فيه لذا نحن مصلحتنا كلنا مشتركة في السلام وفي التنمية وفي محاربة يعني شنو محاربة الرادكالية ومحاربة التطرف وجعل العالم أكثر سلاما وتصالحا وحرية لأبنائه وبناته نحن يعني السودانين قاعدين نعملوا كذا صاح ما بير فكرة حقيقة المشاكل الكثيرة الكثيرة طبعا دي ذاتة معطلة لكن في النهاية النتيجة كويسة على سبيل المثال نحن هنا في سودان فورم في سودان فورم كان لما بلغنا شأونا كان عندنا كل 3-4 شهور اجتماع مع وزارة الخارجية الهولندية ولن كان مع وزارة التعاون الدولي الهولندية وكان مع الوزير الحالي كندرس كان الوقت داك وزير التعاون الدولي الان وزير الخارجية نحن بنقعد معاهم كل ثلاثة شهور طبعا مع جسم اسمه براهد اسمه سودان بلاد فورم دا غير سودان فورم سودان بلاد فورم دا كان فو دونرس الكبار في هولندا ونحن كنا معاهم في سودان فورم كنا بنمشي وزارة الخارجية وبنقعد نتداول في شئون الجالية وفي انه كيف تساهم في مسائل السلام والتنمية في السودان وكيف انه نحن ندفع المؤسسات الهولندية انها تساعد معانا والمؤسسات الاتحاد الاوروبي تساعد معانا في مسألة الريهابلتيشن بتاع السودان وصناعة السلام وشنو البيس بيلدين البيس ميكين على جميع المستويات والمساهمة في مسألة التنمية ومن هذا نحن كمان اخترعنا ارسال كفاءات للسودان ايام نيباشع اتفاقية السلام الاولى يعني بعد ذلك بيقى في انفتاح ان السودان هناك في سلام فاخترعنا بانه الناس كل الناس القادرين وعندهم كفاءة يرجع السودان اختياريا وفي ناس رجعوا استجابة لهذا النداء وفي ناس حصل شنو انه بعد ذاك نحن اغنعنا وزارة التعاون الدول الهولندية بينا تمو المشروع لعدد من السودانين بلغ مئتين وسبعين نفر اسمه تي ار كيو اين كل السودان معظم السوداني في هولندا بيعرفوه اعادة يعني انه يمشيوا ناس كفاءات اللي يتساهموا في مسائل السلام والتنمية في السودان بتبدو يعني حاجة كده رمزية المتين وسبعين ديل ما كتيرين لكن دي حاجة رمزية عشان ندفع الاخرين ليعمل وكان المشروع ده ممول بواسطة وزارة التعاون الدول الهولندية والفاعل كان معانا في المشروع ده هو الـ IOM International Organization for Migration انزه هيك كان في دينهاكنا انا كنت منسغ البرنامج مع الـ IOM كل الوقت البرنامج سمر سبعة سنوات وكان برنامج جيد جدا ومشوفوه شباب وشابات ادوا عملا رائعا في الخرطوم وفي القضارف وفي بورسودان وفي جبال النوبة وفي دارفور وفي ايبريوير وعملنا بيس كارفان من أمستردام لغاية الخرطوم لغاية جبال النوبة لغاية جوبة أبان داون وعملنا حاجة سمينا بيس توكس جروب حوارات السلام حوارات السلام دي لأنه نحن عندنا احكام مسبغة تجاه بعضنا البعض الجنوبيين عندهم احكام مسبغة كتلة تجاه الشمالين والجنوب عنده احكام مسبغة تجاه الجنوب والشمال عنده احكام مسبغة تجاه الشمال المعال من منطقة أخرى أو من ثغافة أخرى أو من عذغ آخر أو من لون آخر أو حتى من ايدالوجيا أخرى كان في صراعات نحن عملنا زي 15-20 حلقة جاء الناس تحدثوا بصراحة الناس من كل أنحاء السودان جنوبيين وشماليين من الغرب من الشرق من الشمال أقعد يا جماعة القصة دي حلة كيف هنا وفي السودان تناغشنا عن الاحكام المسبغة بصراحة شديدة جدا والمعاناة اللي بعانوا الناس من الاحكام المسبغة والعنصرية والإقصال والإقصال المضاد وكيف نعالج الإمور والحاجة مكتوبة الخلاصات باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الهولندية ثلاثة لغة عملنا مؤتمر دارفور إنزهيك فورتو دي الخلاصات دي أستاذ محمد مشهورة في حتة ما ممكن بتلقاه حتى إذا بحثت بإسكارابان بتلقاه فيه الإنترنت بتاع ما عندنا الصفحة اختفت لكن ما نشرنا في كم حتة وفي الصحافة الهولندية يعني طبعا جدا جدا وعندي التقارير أنا أقول لا عندي تلاتة واربعين ألف وسيق ألف صدق أول تلاتة واربعين ألف لأنه طبعا المنظمات كلها كانت بتاعة هولندا كل الوسائق بتاعتها والأعمال العملات كلها يعني كتير 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 وطاع الوسائق دفاع إيميلات وتبادلات يعني مش كلها نشاطات يعني لكن أنا لقيت تلاتة واربعين يعني لو داير أقرأ العمر كل ما بقدر أقرأ دي موجودة كل شي فأقول لك طبعا موجود وبدقة شديدة جدا جدا أخ نصفان أردنا دي كانت الراحلة دي قبل كوندرس كانت وزيرة التعاون الدولي الهولندية دي وقفت قدام البرلمان سنة 2007 قدام البرلمان الهولندي وقالت لهم أنا عندي لكم خبر إنه في ناس اسمهم السودانين في هولندا ناس منظمين جدا جدا ويحتاجوا وقفتنا معاهم ويحتاجوا المساعدة للزبط كده موجودة في الانترنت كل متى يعني وبعد ذاك قعدت معانا كم مرة وعملنا ندوات مشتركة معاها أذكر منا مثلا مرة قعد مع عبد الرحيم حلاج عمل ندوة في عبد الرحيم حلاج كل الشغل القاعد يحصل في هولندا وهو صامت ولا يتحدث كتير وعبد الرحيم حلاج صديق عزيز ومعروف بالنسبة لينا وهو خريج أنتر بلو جامعة خرثون برضو نفس الجسم التي تخرجت منه شخص ضعيف وأنه عبد الرحيم ده كان وراء منظمة نصون العملت نشاطات كتيرة ووراء سودان فورا برضو ومن الناس طبعا الآخرين العملوا طبعا كتيرين أنا دي مجرد اسماء هناك اسماء كتيرة اشتغلت وناس كتيرين اجتهدوا أنا آسف جدا أني صدفة يعني ذكرت اسماء ولكن لأنه جات المناسبة يعني الاسماء نحن لو دارين نسكورها لازم نسكورها بدقة وندي الناس كلهم حقه ومن هنا تحية لكل الزملاء والزميلات في سودان فورا تحية ومحبة لهم أكيد وتحية كمان للناس يعني كانوا هم حسوا بأنهم هم ما قدروا ساهموا أو حسوا بالإخصاء أو حسوا بأحاسيس يعني ما كانت طيبة ما كان في أي شي مقصود إنما كان العمل وكان مخيالنا وكان مغدراتنا وكان قصص يعني أنا بعد شوية خليني ما أنسى أحكي لكم الطرائف الحصلة حتى في الاتجاه ده يعني الناس اللي بيقولوه وبرده طبعا بعد ذلك في الجماليات دي كلها في كلام كتير طبعا أنا ممكن أقوله لسه لكن دي مجرد الشزارات بعدين كنا بنعمل بشكل مستمر بنعمل وغفات واحتجاجات دي بالمساهمة برضهم على الأحزاب والكيانات السياسية والروابط الأغليمية في هولندا المحترمة زي روابط ابناء دهارفور واتحاد ابناء دهارفور والروابط أخرى وطبعا تضامن ابناء جبال النوبة وبيجري ليف ويعني منظمات وكيانات عديدة يعني بالذات كان من جنوب السودان قبل الانفصال ونحن بعد الانفصال طوال سنة 2011 وقفنا سودان فورم لسبب أساسي غررنا بأنه دولة جنوب السودان وأهلنا في جنوب السودان المحترمين لهم المعزة والاحترام مادام غرروا إنهم هم والظروف ما كان في غير كده إنهم هم يعملوا دولتهم المستغلة نحن لازم نخليهم يعملوا الـ بتاعتهم الخاصة نوقف سودان فورم حتى يعتراض جميع معظم الجنوبين اللي كانوا في سودان فورم يعترضوا على الغرار لكن نحن قعدنا تاني وشعرنا بين اللي قلنا له إنتم نحن نتعاون كدولتين ما نعمل سودان أمشو أعملوا الأيدنتي بتاعتكم محتاجين الآن تعملوا الأيدنتي بتاعتكم عشان شنو عشان إتو زاتوا منغسمين إنتوا منغسمين ونحن نعرف ذلك كلنا هم شباب فهمين فهم شديد أنا ذكرت اللي قسع منهم دين برج وسانتو لويس وآخرين طبعا كتيرين يعني وأصدقاء أعزاء نحن إذا الجنوب انفصل نحن عملنا وحدة بيناتنا إلى الأبد إلى الأبد فوريفا يعني ديش من المساهمات يعني السعان البقول القدم سودان فورم وسودان فورم طبعا السعان مش بحكي لكم عن نبو وليست بلا مشاكل وكانت حاجة رائعة يعني منغة بس يعني زي ما بقوله أبدا لطبعا عشان يتأسس كان مؤلم وعشان يعيش ويبقى كان متعب ومرهق بحاجة مؤلم 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 ألم شديد ومتعب تعب شديد ولكن كانت جميلة ونبيلة ومضطرمة وليس هناك شيء زي ما بقوله هن يعني بلا اجتهاد الآن السودانين طبعا أماموا مواجبات جسيمة ليعملوا دي أخطر مرحلة وهم مرحلة في تاريخ السودان الحديث عندنا مرحلة انتغالية تعاني معاناة شديدة جدا اقتصاديا في المقامة الأولى الدولة عندها مشاكل كبيرة جدا علينا نحن نجتهي كسودانيين في الخارج ونقوم بدورنا ونمشي الداخل القادر كله أنا لو ما كورونا أصلا معاكم أنا كنت في السودان لحد يوم عشر ثلاثة وجاي صف إموري وراجع السودان لكن بقت في كورونا وفي مشاكل كمية والمطارات قفلت وكذا وأنا بتكلم معاكم لأنه زاراني كورونا أسي كان بتكلم معاكم من جوة السودان بجد وحاجيكم في أي يعني في أي لحظة لا شيء أنا بعني إنه نحنا كلنا الناس القادرين كلهم إنه هما يرجع السودان يرجع السودان ويشتغلوا من داخل السودان صبورت المرحلة دي وصبورت هن ونقيف معهم في اللحظة التاريخية الصعب والحرية دي ونتحمل معهم البعوض وقطع الكهربة والناموس وكل شيء لحد ما نعمل أجمل بلد ممكن ده ممكن والبلدان طبعا لا تخلق إلا بالجهد وبالعرق وبالدماء وبذل المال وبذل وبذل كل ما يستطيع الإنسان ونحن نستطيع أبتكر كشعب وكبناء وبنات الشعب السوداني الآن هناك مشاكل عديدة المرحلة تعاني سياسيا ليس اقتصاديا بس تعاني من اختناقات وتعاني من مشاكل والحكومة نفسها محتاجة لكوادر طوعية كوادر طوعية تعمل في كل المجالات وترشد وتعمل وتنتقد لكن الانتقاد بناء مش الانتقادات اللي بتعمل أسع دي كل معظم الانتقادات هي للتدمير وده كل حصل في كل الفترات الانتقالية السابقة كان إنه الناس بتطلب الكمال من المرحلة الانتقالية بيتدمر بيتكسر بيجيب عشوين دي المسكلة السع وفق الانقلابات والانتقاس طئيلة جدا أو معدومة أنا واسق من ذلك الآن في موازنة حاصلة في المستوى السياسي وفي سلام حاصل والمؤسسات بتاعت الدولة كلها يعني نحن كثورة ونحن كمتمع مدني نستطيع جراديو أن نسيطر عليها ونسوغى في الخط السليم من أجل بناء وسلام الوطن والعيش السلمي لكل أبناء وبنات السودان من جميع أركانه الأربع الآن المشاكل الكثيرة جدا مثلا في حيات إيرجنت السعلي مسألة السيول والفيضانات الحاصلة السعدي والضائغة المعيشية مفترض المغتربين والمهاجرين الآن 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 للحظة الخطيرة والمناسبة إنهم يتحركوا ويحركوا البلدان الموجودين فيها ويحركوا المنظمات الكبيرة العالمية اللهم موجودين معاها بشكل عادل وفير وبدون شروط من أجل الوقف معانا في أزمتنا أننا الشعب بيقيف مع الشعوب دائما في التاريخ وفي الحاضر وحنقيف مع الناس المستوضر لازم الشعوب تقيف معانا دي اللحظة دي اللحظة دي اللحظة ما بيقيف معاك تاني دا ما زولك أنا وعدك نحن في لحظتنا التاريخية الانتغالية دي الشعب ما بيقيف معانا دا ما تاني ما عندنا كلام معاك والأمم المابيت تقيف معانا وتساعدنا تاني ما عندنا كلام معاك لازم الرسالة بتاعتنا تكون قوية وواضحة نخاطب كل الدول بشكل عادل ونخاطب الملوك والأمر ونخاطب رؤساء الدول أينما كنا بلغة محترمة ولغة تحترمة الجميع بأنه نحن عندنا أزمة في الوقت الحاضر ليست طبعا الأزمة الحالية أزمة السيول والفيضانات وهي خطيرة وحسب والأزمة المعيشية وهي خطيرة في حسب بل نحن دولتنا كلها في الوقت الحاضر ومرحلتنا الانتغالية دي كلها محتاج العون ومحتاج التفهم مش العون المادي بس كمان التفهم إنه الناس بيعملوا مشاكل المرضي بيعملوا المشاكل لأنه نحن على التاريخ هيحفظ الحاجة دي وأبنا وبنات شعبنا هيحفظوها للتاريخ الآن كل الشعوب اللي حولنا مفترض تعايلين وتقيف معنا الشعب الأسيوبي الشعب المصري دي شعوب محترمة جدا ونحن نحترم الشعب السعودي المملكة النظام السعودي العظيم الإمارات العربية المتحدة سلطنة عمان جميع الدول الكويت غطر كل الدول العربية والدول الأفريغية تشاد وجنوب السودان جنوب السودان يفعل فعل جيد فهن في جنوب السودان وحصلت اتفاقية السلام جميع الدول الغربية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وكندا وهولندا طبعا نحن مفترض نضغط ونطلع مظاهرات ونقيف أمام السفارات المردين قول شنو السفارات الغربية والسفارات أي أن كانت ونخاطب الملوك والأمر إن كان في غوانين ما بتسمح بمظاهرات أعمل خطابات وجوابات وقلت الشعب السوداني عندكم مرحلة ومهمة جدا وحرقة وتاريخية من تاريخ بلدنا نحن دارين الناس كلهم يقيفوا معنا أيا في أي مكان وجميعهم ونحن ثورتنا ومرحلتنا دي ما خصما على زل ما عندنا نثورة دارين نصدر ولا دارين نعمل مشاكل لناس نحن ثورتنا دي بتشبه شعبنا وبس معمولة عشيان ظروفنا نحن ماذا نعمل مشاكل معي يزول الخطاب مفترض يكون كده وعندنا حاجة اسمها الخطة الإعلامية الشعبية مكتوبة وتسجيل صوتي دي برضو الناس اللي عايزين يعني بنرسل اليوم الخطة دي فيها تفاصيل إنه كيف نحن نخاطب الأغليم والعالم من أجل إنه يجيفوا معنا في المرحلة الانتغالية دي وفيها المبررات والأسباب وفيها المناشط المفترض تعمل وبتأدي إلى نتائج محددة وعشان نصل للهدف بتاعنا النبيل إنه نحن نمرق بمرحلتنا الاستغالية دي إلى بر السلام والأمان ونحقق تصالح وسلام بين شعوب وقيانات السودان ونمرق إلى بر النهضة والحضارة تلك تلك هي تلك هي الغضية وأنا كده تقريبا يعني أظني انتهت الباقي لي نكات لكن أشوف إنه في زول عنده حاجة حقول لكم بعض الطرايف لكن هل يعني في يا دكتور أنور أي حاجة محددة طبيبنا والله يعني صراحة إنت حبشت وتر زي يقوله سنسيدي نيرف وتر حساس من من أوتار القضايا السودانية لأنه الجاليات السودانية وإنت صراحة شخصة بالإسم السليم بتاع إنه في شعوب مختلفة لهم مع بعض ما بيقدروا يكونوا جالية ما بيعملوا لهم جالية لأنه الجالية دي يفترض إنه الناس تكون مع بعض وفعلا إحنا قرينا في مصر الجالية السودانية هناك عتيقة وموجودة لها زمن وعندها عمدة وعندها ناس وكذا يعني لأنه المنتج بيعتبروه غريب ما بتقدر يكون نط بلونج يعني بسهولة ما بتقدر تخز جوا وتكون جزء منها الواضح إنه الإقصاء والإقصاء المضاد موجود في فيما يسمى بالجاليات السودانية أنا كنت نائب رئيس الرابطة الجالية السودانية في كوريا وكان عددنا شوية أقل من مئة نفر ومنسجمين وكذا لأنه كوريا بلد بتخلي الناس بيزي يعني البقرة فينا بقرة والشغال شغال وما في زمن زاد وعشان نقعد ونتصارع ونشتغل ضد بعض فكانت حاجة اجتماعية بنتلمى ووقت ما لنتلمى نعمل حاجات مع بعض أنشطة اجتماعية وكورة وكورة الطائرة في ناية الأسبوع وكذا لكن ما كان في أي نوع بتاع advocacy يعني كوريا جنوبية بلد بعيدة وما موجودة في السنتر مثلا زي أوروبا في سنتر السياسات الممكن تأثر على السودان فالسفارة السودانية كان عندها تأثير هناك لكن الجالية ما كان عندها تأثير يعني حتى أسهل مؤخرا في سورة سورة السودان في ديسمبر القبل الفادة أخواننا الله يدينوا الصحة والعافية الصادق عثمان عبدالكريم مفضل الله خاطر وأنور محمد نور كل الشباب دين عمل وقفة احتجاجية وكان غططة الإعلام الكوري لكن دي أول مرة تحصل أنا عيشت في كوريا سبعة سنوات من 2003 إلى 2010 تخرجت الدكتوراه 2011 ما حصلت حاجة زي دي نهائيا أنا اشتغلت في الإعلام اشتغلت في راديو كوريا الدولي اشتغلت في إيفزيون أرينا ما حصلت حاجة زي دي نهائيا لأنه السودانيين يتلموا ويقوم يهتفضوا تحكومتهم أمام سفارتهم أنا حضرتها وعشتها في لندن في لندن طلعنا قبل كذا مظاهرة وكلام زي ده لأنه الوجود موجود قديم لكن في لندن نفسها ما كان في جاليا في تقديري الشخصي يعني يعني في ناس قدام هنا لكن ما ما شايف في جاليا متماسكة وعندها وكذا أسي أو عشت السنة في أمريكا ما علاقة برجل واحد عشان يعملوا يساعدوا القضايا بتاعتهم يعني واحدة من الحاجات المهمة اللي بشوفين ممكن عملوها هي المزارة بتاعت العقوبات الأمريكية على السودان المزارة دي صعبة جدا جدا في أنشطة لكن متفرقة ما زي ما مثلا ما حصل في أيام السورة الرالي اللي حصل والبيت اللبيات دي كانت حاجة كبيرة قبل كذا كان بيكون في بعض الأنشطة الفردية يعني مثلا أنا حضرتها قبل كذا حضرت هنجر سترايك يعني كان عملو الفنان الشافعي دفع الله فدي من الحاجات اللي حضرتها وحضرتها يعني كم كم يعني مظاهرة لكن حيات محدودة صغيرة فما بحجم الوجود المنطقة مثلا بتاعت برجينيا الكبرى دي فيها آلاف السودانيين وفيه جزء كبير جدا معشتين في السوداني زاللهين وين 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 بإن كانوا يعني مثلا عمر قمر الدولة اللي هو السي وزير الدولة بالخارجية دا أنا لاقيته هناك مع منظمة كفاية مع ناس جورج كلوني والشباب ديل وحضرتها قبل كده هيرين في الكونغرس لكن بتظل جهود فردية يعني أنا مثلا دخلت مع مجموعة بتاعت سودانيين في نشاط أفدنا دورة كان في محد السلام الأمريكي اللي هو الـ United States Institute of Peace بعد الدورة دي الدورة كان عن فضل نزاعات وبناء السلام بعد الدورة بشهولية ضرب لي واحد منهم وقال ليه اسمع ماذا انك تجيينا تاني فقلت لجي التاني ما في المشكلة يعني سبحان الله وقت ضرب لي في اليوم تا كان يتصلوا بي شركة بتاعت علاقات عامة عشان يستضيفوني في حلقة بتاعت 60 منتز كان بيقى Charlie Rose اللي هو أشهر برنامج في أمريكا بتاع رؤاسة وكده وكده الشاهدة الموضوع إننا يعني في الإقصاء والإقصاء المضاطق وحساسين جدا تجاه الإشاعات أنور دا كوز وفلان دا عم نجي وما عارل شنو ما بنخد الحدف يعني دايما بنكون ما عندنا أوشي المسائل بداية الرسيرش إننا نعمل الرسيرش يعني أوثنتيك وعشان نعرف إنه والله يزول دا فعلا زي ما قالوا هو هل هو قال ليك بي نفسه ولا كده بنكون دايما ميالين لإنه السيقة بتجي منزول بعرفه أنا بس اخفيه قام قال لي حاجة عن محمد جوال الدين فبالتالي أنا أشفره وأضضيه كده قال ليك في نو بحذر بحذر واصل واصل الجالية في هولندا يعني شفنا نحن وزن حزب الشر أيوة لا أنا سيب أحذر يعني واصل ككلام جيد جدا واصل أيوة نعم فأنا شفت عدد من الجاليات عشت في السعودية فترة أسحاليا في قطر قطر السيدي مؤخرا جاء قرار من المقتربين في السودان بحل المجلس بتاعة الجالية السودانية وهيتكون مجلس تاني بواسطة النقابات الفئوية وإنتك بذكرت الحتة بتاعة إنه الصراعات دي يكون فيها صراعات بتاعة شعوب غبائل وفيها صراعات بتاعة الجندر هنا عندنا يقول لك الروابط المهنية في قطر ورابطة المرأة سوا مميزة براها فبتلقى وبتلقى إنه في المكاتب التنفيذية بتاعة الروابط المهنية نفسها برضو في يعني موجودين الناس مختلفة فممكن أنا أكون في مكتب الرابطة الأسادزة أنا كنت في المكتب التنفيذي وقدمت استقالها أوكي وأكون في رابطة الناس الـ IT وكذلك في رابطة المنزلين ولو كنت امرأة بكون في رابطة المرأة يعني ممكن في أربع مرات أنا أسر في اتخاذ القرار وكذا بينما بتلقى في آلاف الناس التانين ما موجودين في سودانين يعني الطبقة العمالية ما عارف شنو دين ما عندهم ما موجودين سودانين قاعدين في مناطق في خضر يسمى الشحانية وين 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 الرعاء ما عارف شنو وده برجينا الكلام بتاع تجمو عن المهنيين برضو إنو الـ representation ما موجود فأنا الليلة ليه حكون جزء من جاليا أنا ما شايف نفسي إنو جزء منها في اتخاذ القرار بتاعها لما انتجي الدعوة لاستقبال السفير ولا ولا دعوة لاستقبال الوزير جاء ودي حاجات مرحبا جاء ودلينا شخصيا هو يعني كذا جاء الرئيس ومعه وقت الرئيس المخلوع عمر البشير في كوريا وأنا كنايب رئيس الجاليا كنت جزء من الوف دي يعني اللي يستقبله بغض النظر على الرأيه فيه شنو شخصيا لكن في النهاية ده دورة كتة ده إنو والله إخي الأوفيشي سالبيجو إن كتة تستقبله مبتع لو عندك رأي حزبي سياسي بتاع تدعم له في حتة تانية لكن في إطار الجالية يفترض إنها ما موجودة ولا من الشهام السودانية وكذا المهم فالحتة دي حتة مهم ما أناس رسلت اللينك لضياء الدين البطل وهو من الشباب النشيط الموجود هنا في الدوحة قطر أتمنى إنه يكون هو متابع على أساس إنه يعني يدينا المداخلات بتاعته الموضوع بتاع الجاليات السودانية ذي من الموضوع المؤرغ جدا حتة زي سعودية كل الناس بتتحول منها قروش لبلدها زي قطر زي الإمارات الحتات الفياء يعني تواجد سوداني كبير وحتات زي أوروبا وأمريكا الفياء بدقة الإنفلونس السياسي ممكن يكون موجود بنشوف بكل أسف ما جايبة وأسي الليلة إنه في قطر أنا ما أنا شخصيا قاعد في قطر أسي وقريب جدا من الروابط المهنية وكذا ما شايف ليه مثلا فاندريزنج كامبين ما شا في اتجاه المضررين بتاعون السيول ما شايف حاجة فحتقول لي أنا أوريخ طيب ما تعمل ليتبه لك أنا ما ما عندي يعني الطول بتاعتها لك أنا نعمل أنا بطرح الفكرة وسط الناس وبعد كده الناس يتقبلوها ولا ما يتقبلوها ففي مشكلة كبيرة جدا بتاعت صلدارتي تضامن باحتمال تلقى مثلا رابطة تبناء البحر الأحمر في قطر ذيلي يقول لك يا أخي والله في مشكلة كسلة تغرق بتاع الناس تعمل فاندريزنج لكن ليه منطقة ما لي كل سودان ما لي القضايا التانية مثلا في مشكلة في دارفور في مشكلة في في الشمالية دي ما ما ليسكوب بتاعهم ففي حتة بتاعت المشكلة بتاع التعريف نفسه يا ساز محمد جوهندين تعريف المشكلة بتاع الجالية السودانية دي اخترضي انها تكون شكلها كيف ساز محمد ساز محمد يت معي هنا ساز محمد ساز محمد ساز محمد آيوة أسا كدا كيف ساز محمد ساز محمد اشغل الفيديو الفيديو ولا انا ما اقفل انا اه اي شغل ايوه كده تمام ايوه جيد جيد انا سمعت كلامك كله بالكامل وكلام جيد وكلام يعني واضح وطبعا ليس بالضرورة نستطيع ان نعلق على كل شي دي وجهة نظر يعني وتجربة يتبتحك عن تجربة يعني نعم وطبعا التجارب كثيرة يعني ده يعني دي لمحة من تجربة طبعا اذا ات انتهيت اعلق يعني انتهيت يا ريت اي لانه لو انت ذا نتكلم كوان عن الباحثين السودانيين ممكن يتكلم عن ايوه احنا ما طبعا قلنا انه برضو هناخد البادرة بتاعة الباحثين السودانيين لكن خلينا نعلق على بعض النقطة اللي انت قلتها وبعد ذا كنت امشي انا كنت برضو قلت ااخد مشال من المنظمات والكيانات والبادرات البوادر يعني اللي بتطلع من الخارج من اجل ان تخدم يعني قضايا امتنا وتخدم شعب وشعوب السودان هنالك نمازج لها كثيرة جدا طبعا نحن ما بنقول ده بس كده لا لا بكل مكان هنالك تجارب مشرقة وهنالك عذابات طبعا برضو ده واضح جدا جدا اولا في معلومة خطيرة جدا في التعليق على كلامك نحن في الحقيقة المجتمع المدني نفسه في السودان كلمة مجتمع المدني ده حديث نحن حدثنا في الحلغات الماضية قلنا إنه شعوب السودان في الحقيقة هي شعوب السودان دي الأصيلة وعندها منظماتها وطوايف السودان عندها منظماتها المنظمات الحديثة دي حديثة جدا ودخيل علينا لسه ما سغافتنا لغاية السودان عشان كده يا منظمة حديثة فيها مشاكل إن كله دي الجاليات نفسها ما ده شكل من تنظيم الحديث هذه المنظمات الحديثة منذ أن نشأت الجمعيات جمعية الهاشماب وجمعية والدير والجمعات الأولى واتحاد طلاب جامعة خرطوم القانز عيم الأزهري ثم بعد ذاك مطمر الخريجين دي البدايات الحقيقية للمدنية والمدة الحديثة دخلوا الإنجليز وهذا المدد ظل بشكل مستمر مهزوز ولم يتوتط حتى هذه اللحظة وظلت غبائل وعشائر وشعوب السودان هي الفاعلة لو مشيت مثلا الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية وفي أكتر شيء في المملكة العربية السعودية لكن في الإمارات وربما قطر لا أعلم إن هناك جمعيات التعاونية بيعملوها الناس ناجحة جداً البيت بتاع الحلقة بتاع الناس كده يعني بيت للناس يقعدوا في الشباب ما لسه ما لقوا شغل والناس الجدود والناس الرفضون من الشغل جمعيات التعاونية زي دي كده كمية ناجحة جداً لأنه دي جمعيات شعوب السودان والمشاكل التي تحصل فيها مشاكل طبيعية ما مصطنعة ولا مفتعلة البيت اللي بيعملوها بتاع الجمعية التعاونية دي بيقعد شغل جميع التيارات السياسية وجميع الناس لكن من الحتة المحددة ما سيقول لك جمعية أولاد كده ناس كده جيهة كده معروفة يعني وجواها في قبائل وفي عشار وفي جيهات من كل أنحاء السودان عندهم جمعيات التعاونية زي دي ناجحة جداً حتى النوادي القائمة على شنو قائمة على أسس شعوبية ناجحة جداً زي مثلاً هنا عندنا في أولندا التضامن أبناء جبال النوبة دي منظمة ناجحة جداً لزمان طويل جداً أسي تعطرت لي ظروف لكين زمان كانت ناجحة جداً أو لا أعلم يعني لكن ناجحة خالصة أنا أعرف الناس الفاعلين فيها وأحترمونه بناتنا احترام وإسترقوا أدوا أنجزوا النجازات جيدة جداً خالصة وبعرف النادي النوبي عندنا هنا في لاهاي ده ناجح جداً لأنه وراه جماعة شعوبية جماعة شعوبية ثغافية لقوية من حقهم يعملوا لأنه عندهم تميز من حقهم يعملوا ثغافتهم ويعملوا ناديهم وناجح جداً ومفتوح لكل الناس لكن الكورغروب بتاعه هم النوبيين من محس وسكوت وحلفاويين وضناقلة وأنا لهم محبة واحترام يا أخي جداً جداً وأدوا أعمال جليلة جداً جداً لجموع السودانين في أولندا وللشعب السوداني غيره كثير جداً المنظمات والجماعات القائمة على الشعوبية ناجحة جداً وعندها مقدرة الاستمرارية لأن الناس بيجمع شيء لكن المنظمات الحديثة مثلاً منظمات حقوق الإنسان وضحايا التعذيب اللي بتجمع كل الناس بعد ذلك جواب تحدث مذابح ويحدث تعذيب إضافي لأعضاء التعذيب المعذبين أصلاً وبنعرف الصراعات الدارت في لندن بريطانيا مع ليش وللأسف طبعاً برضو منظمة ضحايا التعذيب أنا جزء منها برضو وأنا أسست الفرع بتاع هولندا وبرضو حصلت فيه كوارث لقبل سودان فورم وانتخابوني الرئيس لمنظمة ضحايا التعذيب في هولندا أنا زاك وحصلت كوارث والمنظمة ما اشتغلت اشتغلنا منظمات تانية لكن دي ما اشتغلت حدثت فيها مشاكل وصريعات قائمة على السياسي وقائمة ما قائمة على العرق وقائمة على السياسي المرضي في المقامة الأول ليه لأنه زي ما قلت لكن المنظمات دي أصلاً ما أصيلة المجتمع المدني الحديث ما أصيل المنظمات اللي بيستمرها القائمة على الشعوبية أو الطرق الصوفية موجودة عندنا هنا في ولندا بالمناسبة برضو دي اللي بيعملوا راتبون وختمتون وحاجاتون ناجحين ومستمرين كل الوقت لكن أي منظمة تقوم يعني ناشونال منظمة نقول حققة الشعب السوداني بيتدافع عن حقوق الشعب السود بتحصل فيها كوارث ومزابع واتهامات بالحق والباطل يقول ليك سارك يقول ليك عمل يقول ليك ولا ممكن يكون عمل وبرضو ممكن يكون ما عمل المهم من البداية المنظمات دي أصلاً لأنه تم تشويها من السياسة وتم تشويها من النظام القديم عمداً لأنه كان عندها دور منظمات حقوق الإنسان في تقليب العالم والمنظمات العالمية بالحق وبعضها بالباطل للأمانة وإنه بالتالي النظام استطعني يشويها عمداً داخل وخارج السودان بالتالي صورة أصبحت شائعة جداً وكمان بعد ذاك أهم شيء ما النظام ولا السياسة لا الخطير اللي قلته بأنه نحن ما عندنا الوعي المدني أصيل لغاية هذه اللحظة نحن عندنا الوعي الشعوبي والطائف والغيب العشائرية الطائفية الشعوبية الغيبية الروحية هي ما زالت هي الأنجح وهي الأضغى وهي الأغوى تلك هي الغضية حتى الصراعات الدائرة في السودان كل عند علاقة بالشعوبية البوزطي فالسلام والنجة فالحق بين بني عامر والهدندة وهنا الجميلين نتمنى هذا ألا يتواصل وهم يعيشوا في سلام وكل روح تصحق الحياة وكلنا سودانيين من المفترض وحتى لو يا أخي ما بتستحق تكتل زول لأي سبب من الأسباب بل ما بتستحق تضر زول لأي سبب من الأسباب بل ما بيستحق أصلا يعني تيجيك مشاعر سيئة تجاه زول مفترض تغسل نفسك من هذا وأنا بفتكر أهنى هؤلاء الجميلين الرائعين الهدندة والبني عامر مدام جاي سيمون وهم من شعوب السودان الأصيلة ومن السودان ده برضو كمان ممتد ومتمدد إنهم هاي مفترض إنه يوقفوا الصراع الآن وينتفه إلى السلام ومؤكد هنالك يعني مستندرستان نكسوفهم وهنالك أصراعات وهنالك آلام دي كلها لا يمكن إنه الناس تصنع حضارة وتصنع سلام واستغرار في ظل حرب لازم توقف الحرب بالحرب لازم تقيف ولازم نلقى فورميلة للعيش السلمي المشترك بين كل شعوب السودان كلها تنتبه أنا هنا سيب أحدثك عن المنظمات الوعي المدني الحديد ده حديث حديث ومهزوز جدا ومعظمه بتدير الأحزاب والكيانات السياسية وبتدير الأنظمة السياسية مباشرة المنظمات دي منظمات الزمان اللي كانت موجودة في زمن النظام السابق زي نمارق وزي الشهيد وزي ما عارف يعني دي كلها منظمات بتدير التولى نفسها بالتالي هي ما منظمات أصيلة ما نابعة من ضمير الشعب هذا يحدث تماما في جميع الكيانات بالتالي بتحدث فيها دسائس ومؤامرات وبتحدث فيها إقصال الناس وبتحدث فيها حرقة شخصية لأنه هي أصلا قايمة لأهداف محددة معلومة للناس العملوها دي القصة صراعات مدمرة جدا وده بيؤدي لأنه هي متأدي واجبة كويس وما تساهم في السلام وفي التنمية في السودان بل بتعملها للعكس تعطيل لطاغات الناس دي القصة فالسعانة الثانية حأمشي أقول لك يعني معاي يا دكتور أنور أيها معاك أنا ختيت الرابط بتعزوم لأنه قلت لو في زور عنده سؤال من الفيسبوك جدا ما مشكلة أي سؤال يخصنا أنا شخصيا ويخص ما أقول مهما كان غاسي مادام هو موضوعي ومهما كان صريح مادام هو موضوعي ولا يمس أشخاص آخرين ولا قرامتهم إنما بتحدث وأنا شخصيا مارك لأي حاجة يعني الزور ممكن يسألني يسأل هل إنت كنت من المنظمات دي متهمة بأي شيء هل إنت ساركت هل إنت حرامي الأي سؤال لا تسألوا أسألوا يعني ما أنا سألت تجربة كانت غاسية وكانت صعبة وتجربة ممتدة وفي أصراعات عنيفة وواضحة وأنا خطها مع الخائضين وفخور بذلك ولكني محبة للجميع خرجت وأديت ما أستطيع بأمانة أمانة كاملة وارتكبت أخطاء زيما كل البشر بارتكب أخطاء ولكن ليس عمداً إن حدث ومحبة للجميع يعني ما عندي ضغينة تجاهها زول مثلاً صار عني أو نافسني أو وسأل فهم وسأل لي بفتكر داي يعني غدر يجب أن نتجاوز تلك هي الغضية لذلك أنا جاهز لجميع الأسئلة وكان قبل سنة نحن بالمناسبة عملنا نذوة في الله هاي زي دي كيدا نذوة وقالوا الناس يجوا يتصارحوا الناس الموجودين في هولندا عشان نصحح العمل لقدام وجابوننا واحد من الناس الأساسين في النذوة نحكي التجربة دي نفسها وأي زول كان مدعو بالذات الناس اللي كانوا يقولوا جوالاته بتاعنا تصلتمون شخصياً قلت لهم قلت لهم لديكم فرصة تقولوا كلامكم أمام الشعب بدلناك تقولوا في الغرفة المغلغة وتلسلوا مسيجس حتى ركماني ولدي سمعة عندي ولد للناس اللي ما بعرفه ولد رائع جداً وفاهم جداً مشيت السودان مرة كده قابلني قلت ليه تسمح شنو عني يعني أنا طولت مني وأصلاً أنا كنت معارض للنظام ومعارض للأحزاب السياسية ومعارض ليش تقريباً يعني زيش زي الخواري فالقصة إنه معنات إنه في كلام كتير جداً بيحصل وأنا أصلاً الكلام وما ما بعضت لشي ما دام بيشي عاد ما بتعدي عملك لكن بتأثر على الآخرين ما إنت فوالله قال لي لا لا أبداً والله كل خير والحيات كلها جميلة جداً أزول عصر طليق عصر شديد قال لي بس نعم بس إن كنت كنت ماسك المنظمات وقالوا مسيطر على الأموال يعني طبعاً بني واضح إن شو يعني فحاولت أشرح لي عنه وقلت لا تهتم الشعب إذا أصلاً كده بيت لها قدام إن شاء الله بتفهم ونحن إن شاء الله بإذن الله موجودين وإذا متنا الوسائق الموجودة والشعب الكويس موجود ويتحو تعرف الحاصل فهذا إنه بنحكي عن التجربة كلها والتجربة دي نحن جزوا منها يعني المسيح في الإنجيل بيقول لك الآية بيقول في الكتاب المقدس اللهم لا تمررني بالتجربة لأن التجربة صعبة لذلك بنتحدث أحياناً عن تجاربنا ونحترم تجارب الآخرين طبعاً ونتمنى أن أسمع أنا بحب جداً ناسح كولي عن تجاربهم لذلك بحكي لأن التجربة هي المثال الأوضح الممكن تتكشد تلمسه مش زول يحكي لك كلام لا قل ليني أنت ذاتك عملت شنون مرد شنون لكن أحكي بصد بلا قوف بلا وجل وقل بأمان لو التغلط أقول التغلط دي بيكون في يد للناس وبعد ذلك تبت تخسل نفسك غفران مع نفسك والعقرين تلك هي الغضية الحاجة المحتاجين واضحة بالنسبة لنا هي المسألة بتاعت العدالة التصالحية يعني الندوة اللي تكلمتو عنها كل زول يتكلم و قول يعني أقر بأخطاءك ور المجتمع إنك إنت والله خلاص إنت مريت من المرحلة دي بأخطاء بغيره لكن الواضح إنه في نفسيات الزول السوداني إنت لو قريت بخطاءك بتتسمى بيو لأنه في تنافس شديد يعني هسا أنا في في ناس بيكتبوا عني كتابات أنا مرة شفت ليه كتابة بتاع الزول ما يعرفني ما لاقيته أنا كاتب عني أنا كلام يعني استغربت ذاته في إنه الزول ده من وين ليه وسيغ دي والله الزول ده أظنه بعرفنا أكتر من روحي يعني أو بيدعي ذلك لأنه أنا ما بعرف نفسي يعني كل يوم بتغير زي ما قال المسأل يستحيل تدخل نفس يدك في النهر مرتين وتلمس نفس الموية نحن متغيرين جائماً الموية جارية في النهر في زور يتعي إنه يعرفك لأنه لاقاك في المتوسط ايوه صح جبل 25 سنة في زور يتعي إنه يعرفك لأنه لاقاك في المرحلة السين ولا صاد ولا غيره فشاهد في الموضوع في ناس عندهم إدعاءات قوية يعني ربما نقول ده أريد رشح لرئاسة الجمهورية ففي طلعوا لي والله خصوم كمية أنا ما بعرفهم ذاته جوا من وين وأن أنا ده قلت ده أريد رشح ما عصر أريد رشح وأنه أريد رشح وأنه أريد رشح الزول داني شاهد إنه يتكف لكن ما ممكن تبقى مهمتكم الرئيسية إنه تقتالوني يعني ده إنه أنا كيف أجره كمواطن سوداني بيكفل ليد دستور ذلك وأقول إنه أنا ده أريد رشح ففي في عندنا يعني مشاكل ليه علاقة بنفسيات الزول السوداني والبشنية أستاذ أيوة أيوة طبعاً هذه من مشاكل معقدة جداً لأنه طبعاً داخل فئة السياسية والأزمة السياسية والنظام القديم أيامه كان الصراح حامي وكان نحن عايشين أزمة مرض يعني كلنا أنا بسميه عندي مغال يعني وأنا لسه بشي لكن عندي مغال اسمه الأزة الأزة دي هي مرض الأزة مثلاً هو الأزمة الشاملة يعني الثلاثين السنة دي فيها نحن طبعاً مؤكد كلنا عيانين بغدر من يعني بغدر من المرض عيانين سايكولوجياً وعيانين اقتصادياً كل المؤسسات فاسدة ويعني شخصية الزول السوداني العظيمة حصلت فيها هزة كبيرة جداً جداً ثلاثين السنة دي كانت بشعة جداً يعني معلوم كانت صعبة جداً وكان فيها قهر على جميع المستويات بالتالي دي أثر التأثير كبير جداً في الشخصية السودانية وهذه الصراعات طبعاً هي من المرض مهما كانت يعني دي صراعات لا توجد عند الشعوب المتحضرة والمتطورة تكنولودياً يعني لا توجد صراعات زي دي في ألمانيا وفرنسا وغولندا المجتمع ما كده دي ما في صراعات زي دي حقتنا برانا في شعوب بتشبهنا طبعاً زي حولنا يعني بدون ذكر أسماء في شعوب بتشبهنا يعني في الأغليم بتاعنا وافريقيا لكن في الغرب ما في ما في صراعات عدمية زي دي يعني فدي القصة فماذا أنا بقول هنا أنا في ناس سألوني رابط الزوم لدكتور وبكري صالح صديق والشريف فرسلت رابط الزوم وإن شاء الله ييجي فيه أخونا مصطفى بخاري جداخل وأنا بسأله أسهل أنه يفتح المايك بداولة وعنده مداخلة لأنه زور الهرش يكون في الغالب داري يشارك في النقاش الباحثين السودانيين دي واحدة من المساهمات يا هل السودانيين في الخارج يعني لما عملناها كان في 2009 والطابد عند رئاسات عليا والهدف منها كان أنه والله نساهم مساهمة بتوثيق البحث العلمي والباحثين السودانيين أم زاتهم منه وعملوا شنه إذا كان مشاكلنا عنه في السياسة والاقتصاد والثقافة وغيره يعني بحثت قبل كده وخلونا نشوف اللبحاث دي عسى أنه نستفيد منها ونطبقها في أرض الواقع ده السؤال الرئيسي بلنا بي الباحثين السودانيين وقلنا إنه الباحثين السودانيين الموديل بتاع بتاع القيادة هوروزنتل يعني أقوقي ما ما موديل رأسي إنه والله فيه رئيس وفيه محمد جمال الدين ماسكا القروش على قولر كمان صحيح نعم فالموديل بتاع أفقي إنه أي زور ممكن نقدم مبادرة ونحن تخطينا المرحلة بتاعة مبادرة لأنها تبقى من نصف بتاعة مبادرات أي زور سيد محمد جمال بتريندو مبادرة بتاعة سايكولوجية للزور السوداني نحن كلنا نشتغل معه في طريق عمل على أساس إنه يعني مش تكون بس سلسلة بتاعة فيديوهات لا لو في فيديو فيلم ممكن يطلع منا نعمله لو في إنفوغرافيك لو في مسلسل لو في كارتون لو في تلسلة قصصية لو في أي حاجة ممكن نعمله نحن نعمله بصورة كاملة بحيث إنه تكون والله خطة القائد في اللحظة دي وكلنا البالي فريق عمل فنكون طوال شغالين في مساهمات نهضة شاهد دكتور أوبكر أوبكر صالح ديلا الشباب والسوداني بالله اللي بتتذكر يا سيدا حوالج طبعا طبعا لوما الاحترام والتحية ديلا صدقاء أعزاء أوبكر تفضل سلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله حبيب مساء الخير الله يسلم أهلا أهلا يا صديقنا العزيز أبو بكر يا أخي والله سعادة بيك من الشاب رائع وفاهم شكرا لكم والله شكرا لكم أنا أنا تابعت الخوار جزء منه شكرا لأنور شير اللينك حق الزوم ويعني قلت بس أعلق تعليق بسيط يعني شايف طبعا أنا أكتر من مرة تابعت أخونا محمد جمال الدين وطبعا باحث وباع طويل في القضايا الاجتماعية وعنده الظاهر عنده يعني نظرة مختلفة عن السعيد يعني أنا شايف أنه التقونات التقليدية في السوداء يعني حسن النغاش كان أو النغطة الأخيرة كان بشير لها إنه أنجح مقابل التقونات المدنية حتى الآن فاشلة أو عنده مشاكل كثيرة وتحصل فيها الصراعات والحياة وأنا أفتكر أنه يعني أتفل معاه في الحياة دية وسبب أظن عايد ليه حداثة التجربة ذاتها المدنية في السودان يعني الشغ الذي قل لها نحن جادنا جديدة لها كل السنة والأمية وشوية من ما في فترة الاحتلال البريطاني وما يتدربنا عليها كثير والجزء الثاني في ده برضو اللي هي الشروط ذاته مثلا الاقتصادية والبنية حتى المجتمع في اقتصاده لا زالت ذات بنية تغليدية اللي حد الآن يعني لو كان فيه مثلا نستطيع اقتصاد جديد أو اقتصاد حديث الاقتصاد الحديث بيخلق بناء اجتماعية جديدة وحتى الثغافة والعادات والتغاليد بتتغير وفغا للشروط الاقتصادية الجديدة مثلا ممكن تنتج فلكن ده ما حصل وفضلنا نلايق القديم حقنا ذاك مع حاجات جديدة فأفتكر انه ده واحدة من الاسباب الرئيسية الخلت انه المنظمات والتكونات الحديثة دي تكون ضعيفة وحشة وما تتحمل الديمقراطية وما تتحمل التعجيدات دي كلها الدخل عليه على الازمة دي برضو هو الجانب الدكتاتوريات يعني برضو ما قدرنا الديمقراطية ما صمدت في البلد فالسياسة يتشعب أو دخل الصراع السياسي تبقى زي البحر يدقش الأحياء من حولها يطلع من المجرى فالصراع السياسي طلع من المجرى ودخل بقى السياسة داخل في النغابة السياسة داخل في النادي الرياضي في الجمعية التعاونية في كل في كل لأنه ما قدرنا السياسة نديرة بطريقة تقدر تكون منتظمة وطريقة مثلا في حصة الحقوق حقا الناس وكذا فالشغلة جاطت كذا فبقنا ندخل السياسي في المدني وعشان كذا لكن أنا شايف أنه ما يعني ما مقترض نقطع العشم في التكونات المدنية إنما نزع قدر الإمكان لتطوير تجربة دي ونتعلم مثلا الناس خاضوا تجارب يأخونا محمد جمال الدين يأخونا يعكس الأجيال الجديدة مفترض تتعلم إذا دخلت في الصراعات دي يعني في النهاية الحاجة ستنتهي لفشل لا تنجح ولا الزوال الثاني تنجح وتعدينا كلنا فأفتكر إنه نصير علينا نتعلم من التجارب دي ونحاول نبني التكونات لأنه محتاجين عشان تبني يوم لازم نطلع برضو من الأطرة الضيقة دي عبد الله مع الإبراهيم بسميها صدفة القبيلة مثلا الصدفة التغليدية إذا كانت قبيلة أو إذا كانت قول طريقة صوفية أو ما إلى ذلك فدي الحتة الكتب الزار علق على المشكورين كثير شكرا جزيرا حبيبنا وبكر يا أخي الله يديك العافية إن شاء الله تطيبين في كينيا عندكم جالية سودانية في كينيا عندنا أي والله عندنا جالية مسمى يعني اسم على مسمى ولا جاليات برضو شلت منه شلت منه شلت منه لا لا والله الغريبة جالية واحدة وعند دار وإلى حد ما كانت ماشطة ومستقرة وبتعمل نشاط اجتماعي كل أول أحد من الشهر وقلنا بنمشي هناك والناس بيجيبوا شفعون والمهم الشفعي قاعدوا يلعبوا مع بعض والناس بيتلاقوا يتونسوا ويتغدوا يعني كانت ماشطة لكن الساة الكورونا دي كانت حتى في انتخابات لا جديدة وصح طبعا الناس كان في ملاحظات وناس بيقول لك الجالية مميلا على السفارة والسفارة ما إلى ذلك لكن نوعا الموضوع ما وصل لدريتين وفرتقوا المهم هي كانت متماسكة نوعا ما في ناس ربما ما مشيطين فيها لكن على الأقل كانت فيها أي وماشطة وكان في انتخابات جاية قبل الهناية العسف والله في بداية السنة لكن لما نجاد الكورونا طبعا الحكومة الكينية مناعت التجمعات وكذا والناس برضو لزروفة الصحية يعني الحزر الصحي وقفوا الأنشطة كلها فبقيت الأمور معلقة لكن كانت فيها المستقرة طبعا أن الجاليات اللي بتجيف مع كورونا وتجمعات وبتاع دي طوالي بقوم بنتقيد فيه أنه أخوان مؤتمر شركاء السودان يعني كان في في وقت كورونا والعالم بشهد كمية بتاعة حيات كبيرة جدا في وقت كورونا لماذا يعني لما انتجي الانتخابات الجالية تحديدا والكلام دي بنطبق علينا هنا مثلا في رابطة رابطة الناس الـ IT في خطر بقول لهم إنه يا شباب ما يفترض إنه العملية بتاعة الانتخابات ولا كده تتوقف بسبب كورونا لأنه في أيام كورونا دي في حيات كبيرة حصلت في الولايات المتحدة وفي الحكومة في السودان وفي غيره ما المفروض إنه تقيف إنما تكون مواقبة لأنه أعتقد وقد أكون مخت معظم الناس بيزوغوا من الانتخابات بسبب كورونا بيكون بيزوغوا مننا لأنه عندهم سواب تاني غير كورونا ما كورونا ذاتها إنما بيلقوها فرصة زواغة مراقة يعني للمسألة دي ولا رايكم شنو أخونا ضياء البطل جاء ضياء إبراهيم جاينا بالإنابي دعو الله أكبر والله الحمد مرحب مرحب طبعا وإذا هو يدخل أو أنا أعلغ على صاحبنا الرائع من كينيا أبو بكر الصالح ولا عليك يعني إنت أبو بكر الصالح وعدين بنجي أنا صراحة كده ماشي أحلى يعني أجمل جدا جدا إن شاء الله بس ما يكون طبعا ما طولنا على الناس أبدا هو الهدف هو نقاش الحياة دي وأسي بالمومنتم is building بيصور جميلة جدا 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 بالنسبة أولا يا أخي تحية لك وتحية لكل الشباب الموجودين بكينيا أنا في الحقيقة بعرف بعض الناس هناك زي الفنان صديق التشكيل الضي وزي خيصل الباغر وإنت طبعا لكن ما الكتيرين بعدين كينيا ليه استطعت أنا حقول ثلاثة ملاحظات سريعة في كلامك رؤية ورؤية كويسة ومحترمة وديتنا صايت شكرا لك من حتى حتى نحن ما ذكرناه لأنه معلوماتنا عنها العمق الأفريضي معلوماتنا عنه ضئيلة للشخصية أنا ما بعرف الكتير عن كينيا ويوغندا والكاميرون والوجود السوداني في مالي وفي جنوب أفريغيا طبعا في وجود نحن ما حكينا عنه لأنه معلوماتنا ناغصة عنه للأسف ولكن أنا أنا أفترض ليت عندكم جالية منسجمة شوية لأنه التنوع أعتقد ما كبير يعني هنا مثلا في هولندا نحن عندنا جميع أرجاء وأركان السودان ممثلة في هولندا على جميع المستوات الشعوبية والطائفية والسياسية والأيدولوجية لذلك الصراع عنف جدا إذن بيقول والصراع ده طبيعي بعدين طبعا مؤكد يعني أنت لاحظت ملاحظة مهم ما قلت لا يجب أن نذنع من المدى المدني والتيار المدني لا طبعا لا نحن لا نقول ذلك لكن نفهم بأن المدنية هي حديثة في السودان وهي واحدة من البنيات ما أقولها البنيات وبعدين المدنية زي ما فيها حاجات جميلة وقويسة وبتقدم الحداثة والتكنولوجيا برضو عندها عيوب ولكن شعوب السودان حظة الباقية وعندها كيانات حظة الباقية لأمد غير معلوم معلومة مهمة جدا للناس اللي بتصور أن الجبيلة تنتهي لمجرد التكنولوجيا والرأس مالية والحذاثة الكلام أثبت أنه ما صحيح أن الكيانات الغبلية والعصائرية والشعوبية موجودة بالمناسبة في اليابان وموجودة في أمريكا وموجودة بشكل مشكال في الغرب نفسه وقلنا في اللحظة من اللحظات أن الأسر المالكة مصنع شائر وشركة المارسيديس مارسيديس أصنع عشيرة والهينيكن الهولندية بالتالي مسألة العشيرة والشعوبية تظل باغية وهي تستطيع أن تأغلم نفسها مع التكنولوجيا وتأغلم نفسها مع الرأس مالية وتأسس السياسي وتأسس الفني وتأسس لكلورة وتأسس لمصالح المشتركة دي لازم نحن نستوعب في مخيالنا ونستوعب في إطار الدولة نفسها بالتالي الدولة تكون دولة عايش سلمي مشترك لجميع الكيانات السودانية بغض النظر عيننا رأينا فيها المدنية نحن رأنا في بعض صيئة جدا واختتالنا في المنظمات والجاليات عنيف جدا ومدمر جدا يعني نحن في المدنية إن كان سيد حدست إننا جزو من التيار المدني لأن المنظمات العملتها جزو من التيار المدني أو شاركت فيها كان هناك صراعات أنا شهدتها عنيفة ومدمرة جدا المنظمات والقائمة على الشعوبية أو الطرق الصوفية أو كده ودي برضو محترمة هي أكتر أصالة وأكتر سلاما وتصالحا مع نفس وبيتقدم خدمات أكتر لأعضاء بلينة كلنا ضربت أمس لنا قبل شوي وتحدثنا عن الموضوع ده في الحلقات الماضية دي الحلقة رقم 12 الناس الحريصين وأنا لهم محبة دايرين يتابع يشوفوا دشنوب الزب وإنه السودان موزع على أي أسس كانت يعني معلومة قلنا عنها كثير جدا نسبة للناس يقولون شباب رائعين أنا أتمنى إنه أسمعهم بيهدو وبعد ذاك عندي إضافة لسؤال لشاب يعني مهم جدا رسالي في الخاص سؤال بخصه لها شابة محترمة لا تحية بإنه بإنه إذن دور السودانين في الخارج شنوب الزبط في البناء والسلام دا ما أنساوا لأنه عندي فيه رؤية زي ما يدت كلكم عندكم وبعد ذا قلت في النهاية حقول لكم ننتهي بطرائف ونكاة رشوة لأصحابي البصبر والمايك نخلي يا أخي مع الشاب الرائع تفضل دياء البطل تفضل دياء البطل يا أخي بطل فعلا والله والله المدعى كان يعني حرمتونا واسبعين دخلتونا في الفانل دي أنا كنت مستمتع جدا بالمناسبة السرق عاجبني جدا والخبرة بتاع يعني النغابية المعتقة الجميلة ويعني ما شاء الله استفدت معلومات كبيرة جدا الموضوع بالذات بتاع الفصل بين الملكية الخاصة و ما يتعلق بالروابط والجاليات المطلبية والاتحادات والشغل بتاع الشغل بتاع الكوز والحاجات الزيدي اللي كانت نقطة مهمة جدا أنا راكزة في راسي ما لاقي لها توصيف فالحمد لله بحضور الحديث في الأول الوقت اللي أنا جيت فيه لجيت لها توصيف علمي مع أنه أنا قاري يعني على غاد دولي وانترناشنل جزء من السيلبرس بتاعنا لكن ما لقيت لها توصيف حتى في الدراسة شكرا لك شكرا لك يا أخي شكرا لك شكرا لك تورانور والسلام عليكم أستاذ أبو بكر فرص صعيدة موضوع جميل والله موضوع الجاليات وانا وانا زل مقترب وانا مقترب مع هنا لأن أكتر الآن ما عارف أنا مرضا قديم لكن أنا مقترب من منتزع أو تزعيد لكن ممكن تقول أنا الآن بقيت مقترب منتج يعني جد جد ذاك ديك بأغور وبتاعة الدراسة من 2007 هنا حاجة زي ذي ف حقيقة عندنا صراع كبير جدا الموضوع طبعا مفروض يكون حلقة خاصة لغطر لأنه كمان زي ما كنت عندك طرائف عندنا مواضيع مواضيع وأطياف وعندنا سبحان الله يعني نفس التنوع اللي انتو بتتكلم عنه من أقصر يمين السياسي والفكري لأقصر يسار السياسي والفكري كله بوجود في وتاريخ النقابة في غطر هنا في صحة في كده لو كنت عارف بالموضوع من بدري كان ممكن أنا يعني أكلم دكتور رويس تضيفه هنا هنا فيصل حضرة موسق كده هو الحاجات الزي بزات فيما يتعلب طبعا هنا في نوعين من الروابط الجاليات اللي هي الجاليات الجالية العادية اللي هي الشيء الرسمي ودي طبعا لحد فترة يعني قبل الثورة كانت جالية يعني تعتبر هي تنفس في أجندة وبعد وكان فيه روابط والروابط طبعا كانت محكومة بأن احنا طبعا يعني الرابطة كانت محكومة بآراء السفارة والملحق اللي كان موجود في السفارة كانت تعليمات وتمشي وكده وكده فكان يعطي الحق لمن يشاء في أنه يكون الرابطة ويسلب الحق في أن يشاء يكون الرابطة ده كل جزء ما في مشكلة لأنه ده كان نظام والناس يعني الآن توضع لكن المشكلة الأساسية إنه كلامك ده الناس مفروض تسمعوا في مشكلة في فهم موضوع الروابط حقيقة تنهية شنو وبتقدم شنو ومفروض تكون كيف والحديث اللي بتجنبوه الناس كثير موضوع الديمقراطية أنا لأن أنا ما بيحب المدنية تماما موضوع أنا داير الناس يتكلم في يبقلوا في اللحم يعني موضوع الديمقراطية ده وهم جدا إنه انت تكلمت قبل على الممارسات والمصلحة المشتركة ده اللي مفروض يحصل لأنه أنا بالنسبة لي مهما كانت المصلحة المشتركة شنو المرحلة الهدف السامي إنه أن إحنا كلنا بنتفك إنه بلدنا السودان وفروض يحكم بطريقة كويسة وفروض يعيش إنسانه بطريقة كويسة فالديمقراطية اللي تمارس في الاتحادات الطلابية نغابات العمالية الجاليات دي كلها بتصف في معون واحد اللي هو الديمقراطية والحكم الرشيد في السودان فتجربة وزي تجربتكم السرل في هولندا دي حتنتج ناخب ومرشح واعي إذا جاء مرشح بيكون واعي وزي تجناخب بيكون واعي وبعرف يدافع على الديمقراطية وبعمل وممكن يقول والله يا جماعة أنا أقبل بمنافس ديمقراطي من حزب آخر بيتعامل بشرف في المزألة الانتخابية من ما أقبل إنه أنا ذاتي يكون معاي في نفس الحزب الشخص بيتعامل بأساليب بتاعة سرقة صناديق وحرمان أصوات وزي ما اللي بيحصل الآن في أمريكا ومشاكل بتاع سلب الحقوق بتاعة التصويت للناس اللي حصلت زمان من العقودية في التاريخ الأمريكي رفضوا للبلاكس انهم يمشي يصوتوا رفضوا لمن ودوهم بعد شوية بارشل وكلام زي ذا فالإيمان بأنه والله في حاجة حقيقية يسيم الديمقراطية والحاجات بيتجي من الممارسة داخل المؤسسات الزي ذي الناس هنا لما نريجي بالضيء مهمة لأنها مدرسة بتاعة شعوب وأجوال لشيء أكبر في المستقبل ممكن الناس أنا إحنا الليلة هنا ده ما محتاجين للراب ما محتاجين للجالية لو جينا للموضوع معظم الناس هنا ده ما عندهم إلا قبايا ممكن تكون بسيطة كالتعليم والشنو والشنو ودي ذاته ممكن ما تكون مطالب جماعية ممكن تكون مطالب بتاعة 5% من الناس الباقي أما معظم السودانيين ما عندهم ما عندهم احتياجات يعني ممكن نقول تلك المصالح المشتركة اللي بتخلي الزولية انتمية بجاذبية للرابط لجسم الجالية لكن الاحتياج هنا ده في الهدى إنه نحنا نتعدى اما بعد احتياجاتنا الخاصة للمشروع بتاع الدولة السودانية المشروع الكبير وذلك هنا محتاج لإنه الناس الأكاديميك والسينتيفك لإنه صنوار ديل وزيكم والسينكرس والناس المقدمين فعيتينا الناس مسافة في الموضوع العلمي يورروا الناس انه طريقة السواق بتاع الأمم اللي مشت من الحروب بتاع في أوروبا وماتوا وكتلوا بعض لحد ما دخلوا في البلدان اللي انتم عايشين في هولندا وفي هيق وقعدين بعد الحروب الحرب في أمريكا والحرب في أمريكا اللي كتلت معظم دي كلها ساقوها بالدروب الحمد الله إن شاء الله إنه يبون وفي شارعة الديمقراطية دي نفك عديل ونتكلم لدي الناس عن الغيم بتاعتنا لأنه في بعض الحتات اللي بتحتاج لإنها يكون فيها مطلبية زي هولندا زي الدول المختلبة اللي في العالم الأول دي أنا يعني بحيش إنه هو دي الستب بتاعه مختلف عنده بيكون حرية كبيرة جدا في حاجات كثيرة جدا وعنده حاجات دائرة طبيقة من خلال ذات المؤسسات دي هي ممكن تكون رافعات لحاجات في السودان أنا إحنا هنا ده ناس ممكن حاجات تكون محصورة علي بسبب الماضي يعني محصورة علي حاجات نا هنا عندنا مراكز دارين نملاها ثغافة وعندنا بعض المدارس فيها أطفال وعند دارين ندخلهم نقريهم ويقولوا كيف في ناس فغراء أو عندهم دخل ضعيف دارين يقروا في المدارس أولادهم بتاعة الجالية ويقولون عندهم يعني مطالبنا يتكون بتاعة 5% من الموجود السوداني هنا يعني معظم السوداني ما شاء الله عندهم الجايب ويقولون عندهم مدارس غير الجالية السودانية لأن الجال السودانية الفصل لا يستوعب كل المدرسة ممكن نقول فيها عايشة خمسة اثنين الف اثنين الف دي حاجة صغيرة جدا بالنسبة للجنر يعني الوضع في سن المدرس هنا يعني زيدوا الورشات دي وأتمنى دكتوران ورزاط يوسع القالب أنا ما أعتقد إنكم لو نغشتوا كيس باي كيس وفي نفس الوقت تدعوا حاجات عامة النغابة محتاجة الأستاذ محمد جمال وبكر وطرون إنه الناس تتكلم فيها أكثر بزات الجالية دي دي حاجة مهمة جدا رافعة كبيرة من راح نحن الآن ممكن نقول بنمثل ثلاثة دوائر انتخابية إذا كانت دائرة مثلا العمارات ممكن نقول كان فيها 86 فيها حتائل بتاع 20 ألف ناخل نحن هنا 75 ألف يعني ممكن نكون ثلاثة دوائر زي العمارات فاز فيها طبعا المرحوم النغر يعني لا 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 بس يعني ف ده الليلة هنا ده ممكن أن نحن ندخل دول البرلمان من الدولة دي من يعني أنا ما عارف انتو عدادكم هناك فيكم لكن السعودية ممكن تكون عبارة عن ثلاثة ولايات سودانية يعني السعودية بدعا الولاية النين الأبيض وولاية الجزيرة ممكن تكون النين الأبيض والجزيرة دي ولايات مؤسرة السعودية فيها ثلاثة مليون سودانية أنا أعتقد فللي يجب الفوتر في السعودية ممكن يكون حكاية بتاعة مليون وتبنمية فدي كلها حاجات دي لازم يكون كونش فوتر لازم يعرف إنه الناس دي وفي وعن طريق طبعا في الدولة ما حيقدر يمارس الحاجة دي لكن من خلال الحاجات الزي دي من خلال الجاليات الجاليات يكون طرحة طيب الساد محمد جوالدين جدا طبعا شكرا 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 طبعا دي أولا شكرا لصاحبنا الجميل البطل على هذه المداخلة الفعلا رائعة وشكرا على كل شي ويعني نحن علينا أن نجتهد ونصبر لسه أنا بفتكر المشوار طويل 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 جدا وإنه المشهد السوداني في الثلاثين سنة الفاتت دي تجلل بالأزمة السياسية بالتالي كل شي كان أزمة يعني كل المشهد ليس السياسي وحده المشهد الاختصادي والمعيش تعقد جدا والمشهد الاجتماعي تعقد جدا حتى العلاقات بين الناس الأخ والأخ والأم وولاد والأب أسرته والشلة والشلة والقبيلة والقبيلة التانية يعني كان في تعليل النعرات المذهبية وتعلي للنزعات العرقية وتعلي بروغاندا الحرب كان في مشاكل رهيبة جدا أضافت أضافت أمراض جديدة إلى المشهد السياسي الأصلا هو مرضان عندنا والأحزاب السياسية الأصلا هي بروبليمز لأنه إذا كان قلنا الوعي المدني الحديث يعني اللي احنا تحدثنا عنه في الحلغات الفاتتة وعندنا حلغة كاملة اسمها يعني شنو مدنية مدنيا يعني شنو دي حلغة للناس المهتمين يرجعوا لها عشان ما نكرر نفسنا بإنه في الحقيقة نحن مش المدنية عندنا حديثة بس حتى الديمقراطية نفسها بالتالي بالتالي ممارسة ممارسة الديمقراطية هي ذات أحدث لذلك النظمة الديمقراطية التجارب التلاتة يعني قد نكون بالمغارنة أفضل من بعض الشعوب الحول لكن بالنسبة للشعوب الفئة الديمقراطية أصيلة وهي الدول المنشأ نحن للأمانة ونقول بصراحة وبتواضع من أجل أن ننضي للأمام إننا متخلفين في تجربتنا متخلفين تماما لأن الديمقراطية زي الوعي المدني ما أصبحت ما أصبحت وعي اجتماعي ما أصبحت وعي اجتماعي فبالتالي لما تجد الديمقراطية الناس بتتحرك بشكل كتلة الشعوبية وكتلة الطائفية وكتلة المدنية الأيدولوجية برضو مهم أن نقول لكم المدنية هي نفس الكتل ديك عندها عيوب وعندها مشاكل الأعوص والأصعب والمدمر جدا وبنشوف الصراعات بين الأحزاب السياسية والعداء العداء الحقيقي والمصطنع عداوات عداوات رهيبة بين الأحزاب السياسية عداوات حقيقية وتصفيات لبعضهم البعض وتصفيات يعني شخصية للآخرين وتصفيات بأنواع مختلفة ده كله قاعد يحصل لسبب بسيط جدا بسبب الأزمة وبسبب عدم أصالة البنيات المدنية وبسبب عدم أصالة الديمقراطية في السودان وبسبب مهم جدا أنه من خيال الإنسان السوداني برضو يعني منفصل يعني الإنسان السوداني عنده مشكلة كبيرة جدا لأنه يعيش في الماضي يعيش في الماضي الصحيق والماضي فيه جماليات وقلنا الشعوبية والغيبية والروحية وعنده لكن برضو طبعا مشاكله والبنيات الحديثة عنده جماليات جابة الحداثة والتكنولوجيا والسينما والمسرح والشعر الحديث والأحزاب الحديثة ولكن عندها أمراض وتضاف إليها أمراض السابق يعني مرض عضال مرض عضال مشاكل رهيبة نحن محتاجين قدرة قادر ومحتاجين عصا سحرية ومحتاجين صبر 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 عظيم لسه هذه المشوار قدامنا طويل طويل وإنه يعني محتاجين نتشاور ومحتاجين نتحاور ومحتاجين لمنبر زي منبر الباحثين ده ومحتاجين لمنبر زي المشروع السوداني ده ومحتاجين ومحتاجين محتاجين ومحتاجين محتاجين جيدا فهذا تعليغي وطحيه طبعا لا يوجد ولكن دايرا شوف تندي الناس التانية فرصة المايك معاك دكتور اونور ابو بكر واضياء لو كي يزور عنده فرصة لدي الناس مع النكات ايوا ايوا طبعا دير الرشوة يعني ايه لا لا خلاص شكرا لك يا ضياء وليانور وانا الليل عندين قسم هنا خلاص بكرا الدنيا شغل الله يديك العاق ما قاعدت تخطر الاستيواء ما قادي ايه يا قوش اخليكم ايديكم العاقب ان شاء الله اي شكرا لكم قدير وان شاء الله في المرات الجانب شكرا لكم واصل ان شاء الله اي شكرا لك الخطر نعم سلام الله يسلم اكيد تورو انا انا حديكم نقطة سريعة كده كبارة نقطة كثيرة ظاهرة عليها اساس محمد جال قاعدين قبل كده في جمعية عمومية طلبة كلها انا ما حقول اسماء لانه الموضوع ده بزعيد يعني شوية فالمهم يعني كان عندنا واحد صديق من الاصدغاء يعني فملقب كده بيعني يقول له فلال الحمار يعني فاسنا ما جمعية عمومية استمرت لحد الصباح قرب الزان يأزن وهو بيخترح والناس وطبعا الجمعية العمومية دائما يعني لا يوقا شوية فاسنا ما في كده فقاب سمعنا عمار بحنك يعني الله لالش نعم شكرا لك أخي شكرا لك والله سعادة بيك صديقنا البطل وتحية يا أخي لصاحبنا الذي ذهب لأن الليل انتصف عنده أبو بكر صالح وهو الرجل رايع وكان صديقي وزميلي برضو في سودانيز أولاين وفي مناظر أخرى كثيرة له التحية وشكرا لك البطل الله يخليكم شكرا لكم يا جماعة شكرا لك أنا حاخليكم معني كثيرا شكرا لك ما قسرته والله ما قسرته كان كنت محضر خير الله يخليك أسلع طيب أول حاجة أنا عندي هو السؤال بتاع الشاب ده أنا بفتكر سؤال عملي قد نكون إحنا مرين عليه وما أجيبنا عليه وقال طيب الوجود السوداني في الخارج يعني يستطيع شنو بالضبط عمليا هو قدم مخترحات قال كيف إتوا يعني تساعدوا في المسألة بتاعت السلام والإعمار أيوة طبعا أولا أنا زي ما حاولت أأشر في نص الكلام بأنه نحن نستطيع أن ندفع ندفع ما نستطيع من المساهمات بتاعتنا التي أبدا ما حتكون كافية وأن الجماعات والجمعيات وكل الكيانات السودانية المختلفة الشعوبية وغيره والمدنية الحديثة والمنظمات دي بمشاكلها كلها ضرورية وكلها لازم نحن نجعلها مور صحية وندعاون مع بعض ونتجاوز الصغاية عشان نقدر نقدم مساهمتنا لكن برضو مساهمتنا ممكن برضو تكون ونحن ندفع المجتمعات العايشين فيها بأنه هي تساهم معانا في تحقيق السلام لأن المجتمعات والدول دي برضا بالمناسبة هي ممكن تكون عامل مساعد للاحتراب عندنا نحن مفترض نوقف ده ودول يعني حولنا في الأغليم مفترض ندفعها لأنه هي تساهم بوسطي في القضية السودانية ونطمنهم بأنه نحن لسنا ضد يعني أحد وأنه في الحقيقة أي أمة بما كسبت رهينا يعني نحن ما في السودان ما دارين نقدم الموزج للدول الأخرى نحن في رقبتنا دي ودارين نحل مشاكلنا وعندنا مشاكل دارين نحلها ودارين نقدم لنفسنا وللآخرين الخير والسلام والطمانينة لازم نخاطب العالم يعني والشعوب نطمنهم بأنه نحن نسن ضد أحد لأنه في الحقيقة نحن نمر بأزمة أصلا زالت تكون ضد أحد كيف ظروفك صعبة يا أستاذ لازم نحن نتواضع نتواضع فعلا نحن شعب عظيم جدا لكنه يمر بأزمة كبيرة جدا وتطاولت الأزمة دي يعني وبعد ذاك الناس الصارع وصراعات وهمية والناس البعطن والآخرين دي المفترض نقيف قدامهم بقوة تقيف قدامهم بقوة توقفهم مدام هم وتوقفهم بكل السبل الشخصية والغانونية والاتماعية بكل السبل أنا شخصيا كنت أعمل كده في الشغل اللي كنت شغال في قبل ما أتفرغ للبحوث وكنت شغال الشغل العملي بتاع المنظمات عندي سيف معنوي يعني مش سيف بتقطع رقب تزول لا غلط لكن تكون واضح واضح ووضوح قوي تكون قوي يا خلي الشغل يا تكون قوي جدا لأنه هنا نحن مجتمع ناصم فيه الشغلات وفيه عدوات وفيه وهميات كثيرة جدا إذا إنت سمحت للوهميات دي تعطل شغلك أو تعطلك إنت ذاته نفسيا أو تجعلك تحساس وتنهار ما هتأدي شغلك والآخرين أصلا هم يعني بحاولوا يعطلوك هم ما ما هي لو وديتهم الشغل ما هيعملوا أصلا جربنا قبل دا قلت لهم هاكوا تفضلوا يا الله ها شيلوا ما يقدر يشيلوا ما بيقدر يشيلوا وبيعطلوا فيك وتوقف التعطيل وتشتغل في أسوأ الظروف من أجل شعبك ومن أجل بلدك ومن أجل الهدف النبيل الذي تموين به أول مصلحة المشتركة اللي الناس واللوكليا دويت 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 تعمل بقوة بعنف بعنف أيوة دي واحدة من أهم المبادئ إنك تعمل مادم إنت مقتنع بهدف نبيل أو في مصلحة مشتركة لناس محددين واللوكال واللوكال مكان دا تشتغل فيه ولا تقوم تخليه بشكل معلن وتوري ليه تخليه وتقول الحقائق بوضوح وشفاقية دا النجاح بتاع يعني مجتمعاتنا وكياناتنا في الخارج وفي الداخل بيحصل بالطريقة دي وحتى دولتنا ذاتها لازم تقابل في شفاقية ووضوح وقوة قوة قوة من أجل الحق والحقيقة وقوة شرعية دي نقطة مهمة جدا جدا الشاب اللي بيسأل أنا بفتكر إنه الناس المختربين والمهاجرين والوجود السوداني في البر عنده دور كبير جدا بعد الضغط على الجهاد دي وبكل السبل الممكن المظاهرات والجوابات والكتابة وتوحيد جهودنا بأنه يكون عندنا خطة إعلامية مشتركة كلنا نحن نتوحد في اتجاهها من أجل السلام والإعمار والبناء بتاع بلدنا لازم نتجرد ونزح من خواطرنا الانتماءات الشعوبية الضيغة والانتماءات الغيبية الطائفية الضيغة والمذهبية الضيغة والأيدالوجيات الضيغة والانتماءات السياسية الضيغة ولكن الإنسان البضيق ما حنقدر نحن نمنع نصنع إنسان من جديد تعطلوا من أن يعطلكم يعني الإنسان اللي بعطلكم بعطلكم من الشغل ده تتصرفوا تعطلوا بالغانون بالوسائل المشروع الممكنة ده أنا دي وصيتي لكل بقوة بقوة وتتوحدوا تجاه أي زول بعطلكم من العمل والبناء ده حاجة مهمة جدا جدا بعد ذلك نحن داخل السودان عندنا حاجات كثيرة نعملها إعادة إعمار مشروع الجزيرة على سبيل المثال إعادة إعمار الخطوط الجوية السودانية المدنية ده مهمة جدا السودان ده قاعد في مركز الكون وده بيزنس كبير جدا قاعد في مركز أفريقيا ومركز الكون كله يعني ممكن يكون كنكشة للطيران أكبر وأعظم من بلدان كثيرة حولنا وفي العالم في العالم ذاته كله حيث بتاعت كنكشة خطيرة جدا لزا ممكن الناس المغتربين والناس البزنس من بشكل عادل وفير يساهمهم مع الدولة ويساهمهم مع المؤسسات الموجودة في الداخل في إعادة تاهيل الطيران المدني السوداني عبر طرق كثير ممكن تكون كرياتي ما تشتري طيارات أجر ثلاثين طيارة وأهل مطار الخرطوم هتكون بيزنس ناجح جدا ليس لأبناء وندي الشعب السوداني بس عشان هم يتواصلوا مع العالم لا، إنت ممكن توصل أفريغة كلها مع بعض وتكون أفضل من أسيوبيا نحن نحترم أسيوبيا والشعب الأسيوبي لكن مكاننا نحن أفضل وأفضل من الغاهرة لأنه مكاننا الغاهرة قاعدة على البحر الأبيض المتوسط وأسيوبيا قاعدة حتى بعيدة نحن نستطيع تكوننكت تشاد وكوننكت جنوب السودان وكوننكت أسيوبيا وكوننكت الغاهرة ذاتها وكوننكت النيجر ونيجيريا ومالي والجزائر وكوننكت لغات جنوب فريقيا عبر مطار الخرطوم بالإضافة إلى بعد ذلك السكة حديدة عايزة تاهيل لأنه إنت لا تستطيع أن تعمل مصانع وتعمل نهضة صناعية سواء كانت الصناعات التحويلية أو كانت المعدنية أو كانت الصناعات الثقيلة أو ينكامل على الصناعة إن لم يكن عندك بنية تحتية مكونة أساسا من طرق وطرق نغل ومن ضمنها بالإضافة للطرق المسفلة والهايويز السكة حديدة والسكة حديدة مهمة جدا وفاعلة في السودان ونحن جربناها لازم إعادة تاهيلة من جديد بعد ذلك مينابر السودان وسواكن ويمكن إنشاء موانئ جديدة لابدى حيث إنها تمد جنوب السودان العزيز وتمد تشاد وتمد دول كثيرة جدا وهذا طموح في المستقبل مفترض نضع عليه خطة وهو ممكن هناك أيضا الصناعات التحويلية زي أنا ما ضربت مثال مثلا المنغة عندنا بيأكلوها الحيوانات تقع ساكت المية جرام بتاع المنغة عندنا هنا في هولندا بأربع يورو نص قبل أن صورت المجففة المية جرام يعني شوف المية جرام شنو الكيلو فيه كم مية جرام تضرب فيه عشرة يعني الكيلو المجفف بتاع المنغة بكم واربعين يورو شوفت كيف يعني ممكن تدعمل صناعات تحويلية ده مجرد مثال يعني للصامغة العربي لحاجات أخرى كثيرة غير يعني نحن نستطيع أن نبدع ونعمل شغل كبير جدا لماذا لا؟ وده كله برضو ممكن يقوم بها المغتربين وممكن برضو كمان شنو تتعامل شراكات عادلة مع شركات عالمية محترمة مع دول محترمة وتكون وفق المصلحة المشتركة وده ممكن يكون إذا الناس ما بيشقوا في تجارة العالم الثالث ذات الغذائية إيه تجيب الشركات يجيب الدول هي ذات التدير الحاجة بس العمال شروط من عندك وعندك نسبتك المحددة والأرض حقتك وكده لكن هم يعملوا شغولهم هم ذاتهم يدير كل حاجة ويكون الانبستيجيشن كلها بتاعت الطعام حقتهم والأي حاجة نعم في شراكات يعني ممكن ندعمل شراكات يعني عادلة وفير تحقق لشعبنا يعني مصلحة وتحقق للآخرين برضو المصلحة التي يريدون ده كله بصبه لذا وسعنا الأفق حتى السكة حديد والطيارات ممكن نعملوا شراكة بالإضافة إلى إيجار طيارات ممكن نعملوا شراكة مع شركات أخرى يعني نساً نحن مستفيدين من مطار الخرطون كم تغريباً صفر إذا حتستفيد 40% ده كلام جيد جداً لماذا لا؟ كله ممكن الأفق كبير جداً إنه نحن نستطيع أن نعمل المزيد هناك مشاريع في دارفور تدعمل هناك مشاريع في جبال النوبة هناك مشاريع في جنة الأزرق المناطق دي عندها إنتاج ومنتجات كثيرة جراعية وحيوانية وفي الأرض معادن وكل ده مفترض يستغل لمسرحة الجماعة الموجودة في المنطقة دي ولمصلحة شعب السودان ولمصلحة السودان ولمصلحة العالم لأنه نحن مصلحتنا غير متناقضة مع الأغليم ولا العالم نحن جزء من العالم نؤثر به نؤثر فيه ونتأثر به ده كل دائر سعة أفق ودائر أنه نحن نجتهد ونعمل أيضا الخطط ونتشاور مع بعض ونتسامح مع بعض برضو لأن نصلا نحن مختلفين مناطقيا وجهويا وعرقيا ولونيا وأيدلوجيا وسياسيا وشخصيا ذاته شخصيات ندين ما رضياني منها ده لازم نتجاوز كله إذا ما تجاوزه ما حتصنح حضارة لا تستطيع هتظل تناطحني وناطحك زي التيرانة بتاعة الصراع الأسبانية زي التيوس في الخلق وهذا ما نفعله بالظبط إيه رأيك؟ للأسف لغاية السح كثير مننا طبعا بعض ما أقول لكنه مدمر جدا ومحطم جدا ومنهج جدا وده عطلنا عن خط النهضة وعطلنا عن الحضارة وما زال المطاح ده غايم وفي ناس بيفتكروا ذاته ده صراع اجتماعي يعني ده مصرين على بيفتكروا إنه الشكل ده كويس لأنه جزو شكل كويس كيف يا حبيب ده تدمير لطاغاتك وتدمير لطاغاته في بلد أصلا البنية بتاعاته ما موجودة إنته ما قاعدة لأرض ذاته ما لسه مفترض نحن نصنع أرضنا من جديد بشنو؟ بصيغة للعيش السلمي المشترك تستوعبنا كلنا وتحترمنا كلنا بجميع تنوعنا الكسيفة الموجودة في الأرض ده وبعد ذاك هوش نوقف المكتل ونوقف الشكل ونوقف الاحتراب عشان نمضي إلى بر الحضارة نحن الآن من أكثر الشعوب المتخلفة فوق وجه الأرض تكنولوجيا بالضبط كده ومتخلف سياسيا ومتخلف اقتصاديا ومتخلف على مستويات أخرى كثيرة للأسرق لأن شعبي فيه عنده يمتلك الرسورس البشرية والمادية ولكن ما زلنا يعني نعاني هذه المعاناة أمشي للنكات أظن كفانا؟ نعم تفضل وان طبعا نساة ما عارفة نكات ولا برضو ما أشياء يعني بس حاجة خطرت لي قلصا ما كنت بحب الله لكن ديورينا النغاش إتا قلت حاجات وجاء صديقنا العزيز أبو بكر صالح له التحية وبعد ذاك جاءنا البطل له أيضا من التحية جاءتني خواطر يعني داخل هذه يعني سنوء الأزمة المتطاولة والمأساة العظيمة لهذا الشعب الجميل نحن تشردنا تشردنا أنا متشرد خمسة وعشرين سنة يعني واحد من الأمثلة بالمناسبة يعني أنا أكتب يعني ليش شرف أن أكتب واحد أكتر متشرد واحد من طبعا ما أكتب لكن من أكتر المتشردين وطبعا متشرد برضو تشرد لطيف وفي ناس متشردين تشرد منهك ومتعف وأصلا ما عندهم إنترنت إشا ننضمه ما عندهم صوت ذاته دي لهنا أن نحن شغالين من أجله وتشردنا من أجله لكن التشرد في النهاية تشرد تلك هي الغضية التشرد تشرد وعانينا معاناة شديدة والله أنا ما بنوم إني ومتطلحت لغاية الساعة 25 سنة شغالة اللي أقدر عليه عدم نومي ذاته يكون من قلة شغلي وقلة مساهمتي وقلتي وقلتي شي لكن برضو حاولت عمل أي حاجة بقدر عليها لما اشتغلت في السياسة مشيط غوات التحالف السودانية شانا حارب النظام السابق من شرق السودان اشتغلت سبعة سنة في الجانب السياسي والإعلامي بعد ذلك استغلت واشتغلت في الدولومنت كمية من السنين كل ده فيه حاجات جميلة والتغيرت بناس جميلين وروعة وسعيد به سعادة شديدة جدا وغير ندمان على شيء لكن في نفس اللحظة عانيت معاناة شديدة جدا وفقدت فقد كبير فقدت هلي زمن طويل جدا ما لاقيتهم فيزيكا سنين عدد فقدت أحبابي وأصداغي لأصدقاء الذين أحب فقدت بلدي وريحة التراب زمن طويل جدا قاعد بعاني براي ثلاثة سنة مرات لغة عربية كلام ذاته بس سودان ما فيه ما فيه ما بسمع ذاته بسمع لغات أخرى محترمة لكن ما لغتي بأكل أكل ما أكلي بتصرف تصرفات ما تصرفاتي بكتب قصص أنا كان مفترض أكتب قصص تانية الأبحاث العمل تانسا ما دار أعمل أنا كان دار يعيش عادي في السودان ويكون عندي بيتي زي الناس وعندي أسرة زي الناس ما قدر تعمل كده معانا شديد جدا وتعب تعب تعب شديد في غربة لنفس راضية عنها ولا شنو كده بقول ليك ولا لقينا وطن البارودي ولكن برضو غربتنا يعني طبعا الغربة نسبيا برضو فيناس بعانوا أكتر فيناس فقدوا نفسنا فيناس فقدوا أسروا فيناس فقدوا أسروا وإن كده برغم المعاناة اللي تشايف دي معاناة دي نصين بالنسبة للمعاناة الأخرى اللي احنا شفناها ونحن ما كنا من أتمنىها لصليح يعني ولا ليعد ذاته تلك هي القضية ونحن لازم نكون واضحين وشفافين مع بعض ونقول تجربتنا أي زول اشتغل في السياسة يحكي عن تجربته لأنه التنصين يعني عامل فيها حزبك ولسه دي بلد كلها مدمرة يا أستاذ عام نظمت كدت غلطة قول غلطة غفروا ليك غفروا ليك ما غفروا ليك تحمل المسؤولية يعني غلطة حصل شنو يعني غلطة قول تجربتك الحاجة الجميلة قوله والحاجات الفشلت فيها قوله أنا جاهز لذلك وقلت قبل دي يعني كتابة وتسجيلات وكذا لكن ما كفى يعني أنا مفترض أن نتشاور وأعرف تجارب الآخرين ولكن يكون عندنا بلان عندنا خطة للمستقبل لنساهم في بنا بلدنا في الداخل والخارج يكون خطة جمعية شعبية وفي نفس اللحظة نتعاون في الوقت الحاضر لأن المرحلة الانتقالية تجد نمشي لقدامه ونخليها تمشي تحقق كل أهدافه في السلام والحرية والعدالة وتحقق أهدافه في البناء وإعادة إعمار البلاد بالمشاريع اللي أنا قلت هذه والمزيد من المشاريع الأخرى وبالتضامن بيننا جميعا وبعزل مهم جدا جدا الناس المعطين والمدمرين نتوحد تجاهه يعني إذا في حزاب سياسية بتدمر الناس الأفراد لازم نحن نشوف طريقة مع بعض نوقفه في عينهم كده جوة بقوة ده المطلوب لأنه في تدمير قاعد يحصل لطاقات الناس وشتائن بتحصل لناس شغالين بس لمجرد أنه ما منحازين لأيديلوجيا أو لتنظيم محدد ده الجوة العين وتضامنوا مع بعض الناس اللي يدمروا في أشخاصهم ده هو شخصيا تحاربوهم بالغانون وبيقولوا شخصيا هم ما حزابهم وحزابهم دين من اثنين هو شخصيا ده لازم يكون عندكم خطة لأنه تعطلوا الناس اللي يدمروا المشاريع في الخارج ولا الداخل اللي ممكن فعلا تساهم في البناء والإعمار والبناء على جميع المستويات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على جميع المستويات فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا مفترض ننتبه لها ونتجاوز الصغير ونصبر طبعا دائما في صبر جميل مفترض يكون لأنه الشغل ده صعب جدا وإعادة بناء بلدنا ده صعبة 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 صعوبية شديدة السورة سهلة إزاحة تنظيم ديكتاتوري ده سهلة لكن إعادة بناء البلد هي الصعبة عشان كده الدورة الشريرة بتدور ليه لأنه نحن المرات الفاتحة ما قدرنا نعيد ما قدرنا نعيد بناء بلدنا على مستوى التصالح والتعاوش السلمي ولا قدرنا نبنيه على المستوى الاقتصادي لذلك بتنهار الفترات الانتغالية وبتنهار الفترات الديمقراطية وندخل في الدائرة الشرية الشريرة من يديه ونتحارب كلنا على جميع المستويات حتى الأسرة ده الأطفال بحاربوا بعض شتائم عوارات جميع القبائل مع بعض المنظمات مع بعض الأشخاص الطامحين واللوصة ما عندهم هي مقدرات بيكونوا مرات بيدمروا الناس عندهم مقدرات بالوشايات والنكايات والأفعال الحقيقية ورميهم في التيارة ده كله نحن مرنا بقى وعرفناه ولا يجب أن نتوقف والناس اللي لسه على الشباب يجدوا الديل عليهم أن يعملوا بقوة ويتضامنوا مع بعض ويفهموا الصورة كويس جدا ويمشوا في اتجاه البناء بتاع البلاد وتحقيقة السلام والتصالح بيناتهم هم برضو لأنهم برضو لازم يفهم أنهم مختلفين على جميع المستويات يعني المستويات الغاعدية عرقيا وسغافيا ومنفهوميا ومذهبيا وسياسيا ما في مانع أن الناس تختلف سياسيا لكن تستطيع أن تعمل وتنجز مع بعض دون أن تتآمر على بعض وتكون المؤامرة هي ذات الغاعدة كأنه ده الصراع الاجتماعي مين الصراع الاجتماعي في عينك ما عليش للكلام إنه في ناس بيشتكروا الشكل ده ذاته حاجة كويسة شكل ده حاجة كويسة في مجتمع زي هولندا أو ألمانيا أو روسيا حتى لكن إت ذاتك ما بنيت دولة ما عملت غاعدة شأن تقعد في شكل ذاته حتى تشكل فيها ما فيه تبتشكل في السماء تلك يا الغضية ونسهب للنكات رأيك شنو طوالا يا نكات مسلنا هاي طبعا ما نكات أنا بس أنا حاولت أظني يعني أخضع الناس خداعا جميلا أصدقائي يعني المتابعيننا وهم يعني لهم احترام ونحن بنفهم بأنه نحن كلامنا ذه صعب جدا ومعقق جدا ومحتاج صبر كتير جدا ما زي الناس مثلا بيعملوا لايفات يعني بسية للجمال وللروعة ونحن نحترم دي بيعملوا حضور كبير جدا ويكون عندهم هالة كبيرة جدا نحن طبعا نحترم لكن بنعرف أنه كلام زي ده دير صبر وأنا قلت المرات الفاتحة أنه التاريخ بيصنعونا شوية لكن بالعزم بقية الناس بتبرهم بيجوا بعد ذاك كلهم بيعملوا العمل الجميل لكن في النهاية التاريخ بتخلق صفوات محددة عبر الرؤية لكن طبعا ليس الرؤية وحدها لازم يكون فيه أضيان ويكون بعد ذاك فيه ناس يقتنعوا يمشوا في اتجاه الرؤية نحن مفترض نعمل الرؤية والرؤى القاعدة الكويسة ما من قول الرؤية مفترض نخلقها نحن فيه رؤى كثيرة قاعدة وكويسة غير الرؤية الكلية المأمولة دي كلها نحن نساهم فيها ونساعد فيها مع كل الناس في كل الاتجاهات طيب أنا ححكي في الختام بعض القصص مثلا لما كنت شغال في البروغرام بتاع الـ IOM أنا اشتغلت في البروغرام بتاع الـ IOM اللي هو إعادة سوداني موهلين إلى السودان كانت كل الحاجات للأمانة في السلام وكانت روعة في كل الأوكات تغريبا إذا في حاجة روعة يقول لك في كل الأوكات لقد حدست هذه الروعة ما عدا مرة واحدة هذه المرأة المرة اتصلت بي شابة يعني قامت قاتلي يا أخي أنا داير أمشي في البروغرام ده لأنه أنا حسيت بينه البروغرام ده كويس وأنا عندي كفاءة محددة وعندي مجالة شا اشتغل فيه في السودان قلت لها جدا أنا ما بعرفها قلت لها جدا خالص إنتي يعني رسل السي بتاعتك ونحن عندنا كريتيريا محددة رسلت لي على التفاصيل بتاعت البروغرام ككل الناس ولكن هذه الشابة اختفت ما رسلت لي لكن في يوم من الأيام جاني شاب قام قال لي يا أخي دايري يعرف البروغرام ده شنو والحاصل شنو جاني في المكتب المرضي ما اتصل تلفون هي اتصل التلفون بس لكن أنا بعرفها يعني من بعيد فالشاب دا جاني وشاب يعني يبدو إنه رائع جدا وبتكلم كلام يعني جميل جدا جدا وشرحت لي الحاجات وفهمة وقدمت لي اليوم داك وزاته من المكتب طوالي اللي أنا قاعد فيه وبعد حوالي أسبوع سافر السودان هذا الشاب ما شاء الله سافر السودان وأنجز لأنه هناك كانوا بدوك 1500 يورو يتا قاعد في السودان لتنجز المهام المحددة الكلام دا حسب البروغرام بتاعت مش السودان هناك واشتغل في السودان الشغل المفترض يشتغله وبياخد الـ 1500 ما شاء الله بتاعته وكله تمام لكن في يوم من العيام ويتزوج كمان يعني يتزوج وعمل حاجات وأهل البيت وبتعهل وتزوج لكن بعد حصل شنو هنا المأساة هنا إنه الشاب بعد زي سنة ونص وبعد هما أنجز إنجازات وكل اتصلت بي قالت لي يا أخي فلان الفلان دا يعني كيف مشى في البروغرام دا قلت لا طبعا دا ما تسألني منه دا ما زول استوفى الشروط قالت لي يا أخي الشاب دا أنا دا كان خطيبي هنا في هولندا وده الأغنعني بإنه البروغرام دا مزيف وإنه الناس زي كالضابين ساكت بغشوك بعدين قلت عندك غامة لسه ما عندك الجواز تمشي السودان بقلعها منك اللي غامة ما تمشي وإه رأيكم ممكن يكون دي خيالات منه لكن قال الوقت دا هو جادي لكن لما يانوا فيهم البروغرام مشى فيه النساء خطيبت وعمل عمال أخرى البيت بتبكي يعني التصل بتبكي زي ساعة ونص وأنا طبعا ما عندي شي أعمل وغير أنه أطمين وقل لا ما عليش أنه الدنيا بتحد وصفية أقدار زي دي وتستطيع إنك تلقي فرص في الحياة أجمل لكن هي فقدت البروغرام بسبب خطيبة وفقدت خطيبة ساوية التحاجة الثانية إنه في يوم من الأيام واحد من الناس في سودانيات كان في منبر اسمه سودانيات يغوده الراحل صديقنا العزيز على روحي السلام خالد الحي كتب ذلك الرجل في سودانيات إنه جميع المنظمات مش هولندا بس جميع المنظمات في أوروبا فاسدة ماليا وأخلاقيا وأي شي يعني احتمال فيها الضبح ذات كلها بل إجمع وكاتب المنظمة بتاعتنا جو المنظمات دي فأنا اتصلت بكل هدوب الشاب ده قلت ليه أخي تكاتب المنظمة بتاعتنا المنظمة دي شغال فيها أنا وأنا من الناس المسجلين رسميا فيها إت كاتبنا من ضمن المنظمات الفاسدة وأنا بفتكر إت عندك حق يعني إنك تكتب كما تشاء لكن أنا دار أشوف منظمت دي فاسدة تلك لك وقال ليه برجع لك لكن طبعا أنا ما بخليه لازم أرجع ليه أنا تاني ومن الرد كتب تلي بس سألت أسئلة مهمة جدا حصل يا أستاذ خلي المنظمات الأخرى دي احتمال لك عملت معهم كده حصل جيتنا في المكتب وطلبت الفايلات ما دي ناكل حصل جيت قلت الميزانية بتاعتكم كم كذول صحفي إنت أو من كنت جيت مكتب وقلت لين أنت زرت ومن تعرفت بنا نحنا سودانين قاعدين في المفة ومعزبين ومنعمل في شكل كان كعب كان بطال جيت نساية تتونس معانا وتشوف دي شنو حصل قدمت عضوية ونحنا قلنا ليك لا حصل يا أخ تعرفني يا أستاذ جيتنا في بيتنا أو قابلناك في مناسبة قال لي لا قلت لي كيف عرفت نحنا في هاسدين دي بتا من جاك وحي يعني هل عندك وحي نيوح فبهيت الذي كفر طبعا قلت للك كلام هو من كتابة وموجود طبعا لغة السيد يعني أنا ما قلت للك كلام صراحة معلش كنت تعنيف جدا وثابر جدا وزعلان جدا الوقت ده قلت لي بكلام صعب ده قلت للك جبال ده فجام اعتذر وسحب المنظمة بتاعتنا بعد ما سحب المنظمة بتاعتنا بدل الناس يقول للك كلام نحن المنظمات التانية بالتصلوبية قالوا للي إنت كيف تطلع منظمتك براك وتخلينا نحن في الفساد والله العظيم بالنقطة يا جماعة ناس كبار أكبر مني في العمر والتاير بقلت لهم يا جماعة دي قصتكم انتو أنا ما بعرف منظماتكم كمان يعني نعمل شنو قل شطب كل الفساد احتمال تكونوا فازدين نعمل شنو يعني طبعا ما قلت اكيدا لكن يعني انه ده تت 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 دافع عن نفسكم مش انتو عندكم منظم وفي اعضاء وكده يعني عندكم مهداف وطموحات وكده دافوا عن نفسكم قالوا ليلى انت بس بتطلع نفسك برك وتخلينا نحن في غرقانين وطبعا لهم التحيو ومصدقاي وهذه أصبحت نكات طبعا يعني يعني قزلك طرائش قديمة وكده لكن أسوأ حاجة من أسوأ حاجتين حصلوا لي وده آخر شيء أسوأ حاجتين على وجه الإطلاق ماذا قل الحاجة الأولى انه واحد من الشباب اللي كان شغالين معاي زمان وطلع مننا فجأة كده كتب في سودان يزول الله انه حتتين ما الوقت داك لا أذكر قال أنا عفشي تسرار تنظيمية وفي الحقيقة الخطورة في الموضوع ده أنا لجي الكلام ده صحيح هناك معلومات تنظيمية في اجتماعات سرية نحن منظماتنا الخاصة طلعت برا عملت تحريات عرفت العمل حصل صراح كلا شبين الرجل ده ومرته والحاجات الثانية والحاجات السودانية بتحصل ضيعا أنا بقيت في معزق كبير إذا قلت الحقيقة بيحصل ضبع عديل للأطراف الأخرى وإذا كمان يظني بالسيف المعنى ويعم إذا أنا اتحملتها برا برضو بتحمل مسؤولية صعبة جدا وتاريخية وأنا اطلحت أسرار وأنا قلت وأنا طبعا أعمل في الموضوع ده فكرت ثلاث يوم ما قدر نوم لأن الأطراف كلها ناس أصحابي وناس عشتغلت معا سودانين يعني مع أصحابي شديد لكي برتاح وعلي كيفي لكن بعد ذلك بتحصل مأساة كبيرة جدا لأطراف أخرى لأن الكلام بيبقى صعب جدا اللحظة دي أخير يتحمل أنا إن أنا بشتغل وعارف إن أطراف بشتغل وقد ممكن أغلط لكن ذلك يغلط وقد قصدي معنا أنا أعمل فتنة إذن كان فتحملت هذه الفتنة خمستاشر سنة كانت فتنة كبيرة جدا حتى بعد خمستاشر سنة كلمت الزول دي واحدة من المأساة المأساة الأخيرة إن لما عملنا سودان فورم وخلاص بعد تعب شديد ثلاثة سنة من الألم والتعب لأن نعمل البروسيس بتاع الاتحاد الرائع الجميل لأن أنا حكيت عنه بالنسبة للناس المعارفين أناسف جدا بأن هو ما تابع من البداية لازم تعرف إن نحن قلنا عن سودان فورم عشان تعرف النقطة المأساوية الأخيرة اللي أنا هقول دي وحخليكم أوضعكم يعني وخليكم في أمان لله وسعادة بيكم طبعا مؤكد أجمعين دي برضو من أكبر المأس الممكن نقول في حياتي بعد ما نحن أسسنا سودان فورم قمنا اجتمعنا الجميع العمومية عينتنا سبعة وقالوا تنتخبوا الهيكل أعملوا أينتوا الجميع العمومية قالت ما بتعمل الهيكل انتخبونا سبعة قالوا تديروا الجهاز التنفيذي لمدة سنتين في جميع عمومية يلا بعد ذلك نحن بقينا السبعة مفترض نعين الجهاز التنفيذي الدستور بتحول لنبقوا لازم المالي البقية ممكن نكون أعضاء لكن لازم تسميه تسمي عشان نسجل لك منظمة ونحن الوقت داك مفترض نسجل ولكن لازم نعمل الهيكل التنظيمي بتاعنا فالسبعة ديل أنا شخصيا يعني رأيت وعاينت والآخرين رأوا وعاينوا الزول الأكتر فيني حكمة وأكتر صبرا وأكتر خبرة وأكبر رايح صديقي وهذا ما حدث أنه الناس بالإجماع ما عاد الزول واحد الناس بالإجماع قالوا وكل الناس صدقاي في لحظة هذه الانتخابات الزول دا جراني في المطبق قال لي تعال قال قال هم عرضي قلت لما خلاص الناس البقية كلهم اتفقوا قال لي لا إنت بتقدر تعيد الحاجة دي من جديد تقول لا وأنا اللي أبدا الرئيس هو وليه قال بإنه الموضوع دا من البداية بدين وانا وهو وكان دين برج ما في وفلان الفلان ما في وقلنا أنا وانت وبس ناس تانين لازم يا أنا الرئيس يأت الرئيس وما قبل لغة السادة جميل حاول تقنع أستاذ القصة ما كده يا خلاص الناس اتفقت خلي القصة قال لا قاعد يبكي بعد داك الاجتماع الناس توتر جدا وأنا قاعد في المطبخ بحاول أحنس في الزول يا أستاذ يا أخي القصة دي ما كده يا أستاذ ما ات خلاص طيب عملت حل معه طبعا الناس بعد داك فيهم الحاصل شنو نادونا قالوا تعالوا دين برج بعد فيهم الحاجة قال جماعة ما عايز يا أخي خلاص بقوا الناس اللي بقية قالوا لا كمان القصة ما عواطف ومشاعر ومجاملات ما نحن عيناك على مستوى الكفاء وعلى مستوى لأنك تستطيع تدير عندنا خطة نحن تدير هذه المهمة ما ممكن القصة ما مجاملات يا أستاذ وكده طيب أنا شخصيا يعني ربنا لهمني حل طلع ما حل قمت قلت خلاص دين برج السنة اللولة والشخص داك السنة التانية قال لا برضو إله الرئيس هس أصلا ولا بكرة كمان لا حول دي قصة كانت صعبة جدا جدا تصور يا دكتور أنور وتصور يا الإخوة المشاهدين إنه هذه القصة نكلفت نخ مستاشر سنة من عمري عداوة من خمستاشر سنة ما وقف ولا لحظة وفي نفس اللحظة قام قال لي إنت مدام سريت وإنت أصلا كنت قادر وقابت هذه عداوة بيني وبينك وقال لي والله أنا ما سأخليك لي أنا يناك وحضرك في يناك ذاته والله بهذه الألفاظ أخسم بالله العظيم لأن الناس ممكن ما تصدي والله العظيم وبالزبط حقق ما قاله حاول يا حقي بكل السبل ما قاله ولكن نحن عملنا عملنا وصبرنا صبرنا الجميل واستغلنا شغلنا وعملنا الإنجازات أجلت عليكم دي كلها برغم الوشايات والكلام الفارغ الكثير وكده لأن الوشايات دي زي ما وقفت قدامك زول عطلك شايل سيف ما بتعطلك والزول الشاي بتودي الغانون أو كمان تعمل شنو الشي اللي سيف نعمل شنو ودي القصة ودي القصة اللي بقول لكم هس كلكم لازم تصبروا وتشيلوا سيفكم المعنوية والغانونية والشرعية في مواجهة الناس الزي دي لعشان تعملوا شغلكم وفعلا نحن تزول داك لودينا لأن داير مناصب طلع كلام الناس صحيح ذات هنا كلام بقول دو نص داير تطلع في النوع عاد أنا بزاك ما عاد الناس تعمل لأن بفتكر أنا في يدي كان القلم حسف فهمه وأنا ممكن أقول لا زل دا يبقى أبيت وأبيت فعلا لأن عارف بأن دا الأصلح الفورم اللي أصلح ولو شكك في أحد طبعا لكن الفورم الذي كانت أفضل وفعلا أدت نتائج عظيمة جدا جدا ولكن شخصيا أنا اتضررت معنويا واتضررت ضرر كثير جدا خالص من قوالات وكلامات وصلت أحزاب سياسية وصلت السودان وقالوا يشعاد بسرق القروش وبقول تزوير بعمل أي ممكن يقولوا قالوا أي حاجة أي شي تتخيلوا في راسك أنا بعيد من السودان هل ابتصلوا مرات حياتنا بجيت إسلامي مره بجيت علماني مره أنا مجنون أي حاجة تصور وهم ما عملوا أي شي بعد ذلك الشخص ده لغدس ما عمل أي حاجة مش منظمات تانية كالسرع مش أي حدة تانية ما عمل شي وبعد ذلك أنا له محبة واحترام وفي النسكة تبتلي وابات ما رد عليها لسه ياخنا لك احترام وجوان ده شغل عام يا أستاذ ما في حاجات شخصية وما في ضغاء ولا اشتغل بي ده ماشي يعني ماشي في عداوت ويعم إلى الأبد ولجا ناس آخرين برضو بدقوا الدلوك وكذا وبتا كمان برضو واحدة أخيرة عندي رجل يعني حزبي ساكن جنبي كان صديق وبتا ده برضو يتصل بين مرأة والناس إنهم منبر شهير جدا قال لهم برضو إن المنظمة الشغال فيها الأستاذ أخونا ده فاسدة والله العظيم هذا الرجل وهو الرسام شهير أخسم بالله العظيم هذا الرجل كان ساكن ثلاثة سنوات جنبي وانا جبت لسا كان في الحتة المحدة لأنه كان صديقي زمن طويل جدا والله العظيم وحيات أي حاجة عزيزة عليكم أصدغاي لم يدخل المكتب مرة واحدة ولا يعرف المنظم يسمى لأنه وصلا ده ما يهتمام ده كمان قال تبنى حزيزة عديل الكلام يقال لأنه زلم وثوق فيه ما بقول كلام ساكن كل كلام ساكن إشاعات وبغضاء وحاجات يعني ما عند ذاته معنى ونسات احتمال بس يعني لكن في النهاية كانت معطلة لآخرين نحن لأنك بتقدم سلبيات ما بتقدم إيجاريات بتقول للناس حاجات سلبية وحاجات تافية بتوريهم إنه هذا العالم متشائم وخمي ومظلم وتافي لكن نحن ما قدر يعطلنا إشاعات لقب طريقتك أنا شغال شغلي إذا عرفت الإشاع بجيك في عينها بقول لك جيبتها من وين بوديك المحكمة بتصرف معك لكن الإشاعات اللي أنا ما عارف نعمل شنو يعني أنا ما إله هيا زول يقول الدائر يقوله لكن ما تعطل شغلنا تعطل شغلنا بعد ذلك بنعرف نعمل شنو رجال ما رجل مننا كده عديل برضو رجال في بالسودانية شروف السودان سيف في كلام في بيانات دائر شنو بس بنعمل إشاعات ما بنقول بنواجحك في عينك لازم كده وما حزبك حزبك رغبتني هو شي شخصيا انت دا لأنك تلقى سيطان نحن لم نحن نحن نوديك المحكمة نتصرف معك طب مباشرة طرق كل نعرف وهذا ما حدث مع هذا كائن يعني وأنا برضو احترام لكل الناس لكن دائر يقول دي مأساة كانت في الوقت داك وأنا استغلت من العمل بعد امتصال الجنوب لكن كانت شغل جميل ومأساة كبيرة جدا وبعد ذاك اتفرقت للأبحاث والعمل الآخر اللي أنا أحب برضو وإنه بعد ذاك لكن أنا بحك تجربت دا وفي أي لحظة بدعاون مع كل الناس الدائرين يشيء منظمات والدائرين داخل المكتب بتاع سودان فورم أنا ساعدت في إنشاء 12 منظمة في هولندا بيجوني الناس مقدرين ينضموا للمنظمة اللي أنا بدي عملوا منظمة حقتهم بتاع منطقتهم وبتاع جندرهم وبتاع حتتهم وبخيالهم بساعدهم مش سجيلة لهم ودفع لهم عبر وسائل محددة عبر منظمات أخرى جروش التسجيل دا كله حصل وبعد ذاك هالسيال حصل بإنه أنا بقيت يعني أنا مستشار أحباب كلهم وأي يزول دا يعمل عمل عام أي يزول دا يمنظمة دا يعمل أنا بساعده بتجربتي دا يرسل حتة أنا بعريفة بوصله أنا شخصيا بقيت بعيد من العمل المباشر وبقى عندي شغول آخر عنده علاقة بالبحث العلمي وعنده علاقة بمشروع السودان ميتين وعنده علاقة بمنبر الباحثين السودانين وعنده علاقة بينه كيف نبني بلدنا ونعمل صيغة للعيش سلم المشترك تمرق السودان إلى بر النهضة والحضارة ومحبة للجميع وسلام انتهيت أنا شكرا لك دكتور نور شكرا جزيلا نستاذ محمد جمال الدين اليوم الحلقة كانت رائعة جدا ومن القلب إلى القلب وزي ما اخترح الحبيب ضياد دين البطل أنه نحن موضوع الجاليات دا ممكن الناس تتوسع فيه وتجيب جالية جالية ودولة دولة على أساس أنه نعمل منافسته مشترك بيننا يدعم يعني أهلنا في السودان ويدعم كمان الجاليات دي في المناطق التي موجودة فيها شكرا جزيلا لك يا أستاذ شكرا شكرا دكتور أنور وشكرا لكل الشباب يعني الحضور وشكرا لكل الناس اللي بجوا اللي بيدام وأنا تحدثت من القلب وإذا في أي حاجة يعني في زول ما فيه ما بقدر أشرحها تاني ولكم محبة وسلام ودي تجربة ماضية يعني أنا جوايس صافي ورائع جدا ومحبة لكل الناس ديل اللي أنا قلتهم بدون أسماء ديل المريض بتجربة معهم ودي مجرد أمثلة مريض بتجارب صعبة جدا جدا ولكن مريض برضو بتجارب رائعة يعني ناس مثلا مرة كتبت فيه قصيبة والله العظيم الراحل أم شادي أنا رحلت أنا يعني بكيت شديد لما رحلت وولد صاحبي يعني مثلا في حاجة جميلة داري أقول لكم منه الأشياء ليست مظلمة يعني عنده أصحاب من العمل العام ناس حبيت ومحبونين وبيناتنا ثقة يعني اتعلمت منه تجارب كثير العمل العام والمآسي اللي قلت عليكم دي وتعلمت منه العلم الذي أستطيع بأنه أنا عرفت شخصية الزول السوداني لذلك عملت بحث فيكولوجية الزول السوداني وعملت بحث المجتمع المدني عملت بحث الدولة والهوية وعملت بحث سكان السودان عبر الغرون وعملت بحث حقيبة الفن ده كله علمني لهم العمل العام وعلمتني للمأساة اللي أنا خطها وهناك غول بيقول لك إنه المعاناة تخلق الإبداع إذا أنا أبدأت أو أدعي إنه المهمة العمل العملت أنا صنعته قدر العملت صنعته المأساة وصنعته المعاناة وشكرا دكتور آنف حبا السلام عليكم ورحمة الله يلا بالسلامة